اشتركوا في القناة 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 افريقيا 96 للمتخب الجنوب افريقيا لدي الاهلي في هذه المباراة اطلب منه التركيز والحماس والروح ولا ننسى ان محمد يوسف تحدث قبل مباراة موقعية كبيرة حول هذه المباراة وحول اداء اللعبين وعدم لعب مباراة مفتوحة امام ارلندو وهو كما قال لديه طريقة مناسبة لكل مباراة وراضي عن نتيجة الزهاب ولا ننسى الهدف اللي اولغيا بناء العلايا من المساعد المغربي اللي كان مساعد مع الشيمودي الجزائري في موراة الذهاب هدف احمد عبدالزاهر وكان الهدف اللي سجل عن طريق مطلبة في السواني الاخيرة ليكون هنا في التعادل بعد هدف جميل من تميمة الاهلي انك بمحمد ابو تريكا واضح المهام والتعليمات والرقابة على محمد ابو تريكا الحاسب باهدافه صاحب اللمسات والاعمال بالنيات هذه ابو تريكا كُرَبَ رَوَ مَلَطَون الضغط الاهلاوي في هذه اللحظات الجماهين المساندة وهذه امامنا هناك كُرات اللي بتلعب للامام ولكن تغطي على طول احمد فتحي ادي احمد فتحي جوكر احمد فتحي احمد فتحي النجوم احتفل بعيد ميلاده احمد فتحي فترة كده مع هالسيتي وكان قبلها لعب في شيفل ديونيتد وينتظر الانتقال بقى ولكن بالشروط لجلة تكورة في النادي الاهلي بعد هذه يعني الامسية ان شاء الله اللي تنتهي بإذن الله بالتتويج جمع اللقب للنادي الاهلي خطرة جدا الحصام عاشور وقل جمع عاشين لازم هنا يكون في يقظة اكتر من كده حصام عاشور لازم يحس بالمطاره ولازم وقل يتكلم مع حصام عاشور ادي امامنا كابتن حسن حامد رئيس النادي الاهلي وزير الرياضة كابتن طهر ابو زين وعيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي بالاضافة لجمال علام وهو رئيس اتحاد كُرات القدم المصري والحضور في مقصورة هذا الملعب أيضا يحضر اللقاء كابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادي الاهلي لتمنى إن شاء الله السلامات لي والعودة بإذن الله وهو موجوده بيحضر في هذه المباراة وخطأ عن نادي الاهلي في هذا المكان الخطير جدا لصالح نادي أورلاندو فارس أدي أمامنا هنا خلص التعازي للمهندس خارج متاجي الوفاق طبعا الفريق عبد المحسن كاب المتاجي أحد رموز النادي الاهلي أدي أمامنا هنا اللعب مايني مايني كان سجل هدف ثاني في مباراة ثلاثة لاشيق مع الاهلي في جولة اللعب مايني سيفيسو اللعب الخطير أمامنا هو رقم حزاشر شوف النهاردة مسيلة والي المدرب روجر ديساء تحدث قبل المباراة روجر ديساء حول توقع الجماهير بهذه الأعداد لكن هو متعود وطالب من لعبين التركيز وطالب من لعبين أن يسجلوا في وقت مبكر تعودنا على الجماهير أمام مازينبي أمام الترجي كما قال أمام الأهل أمام الزمالك إغلاق المنافذ وهذه أمامنا كرة مسنددة لكن سهلة كرة من جانب اللعب اللي حاول في اللقطة الماضية اللعب ميني أمامنا وكان في اللقطة اللعب كلاتي كلاتي اللي سدد هذه الكرة كرة بين كلاتي رقم سبع عفقية حارس المربا هذه البداية للنادي الأهلي واحد واحد نتيجة مباراة الذهاب وبالتالي الأهلي يكفي التعادل السلبي في هذه المباراة استلام على طول مطلعبة مطلعبة خطير اللعب مطلعبة مطلعبة الخطير الدولي اللي عنده سبع لقاءات دولية مع المتخم الجنوب إفريقي اللي بالمناسبة كانت تاني في مجموعة أثيوبيا وموتسوانا وأفريقيا الوسطى في تصفيات كأس العلم 2014 لم يصل إلى مرحلة التصفية الأخيرة هذه أمامنا كرة من جانب اللعب كلاتي اللي سدد هذه الكرة سجل كان في مرمى الزمالك في مباراة أربعة واحد اللعب كلاتي وهذه الحارس السابق لكرة القدم في جنوب إفريقيا كما نتابع أمامنا هو روجر ديسا الأصول برتغالية لأن الورد لعب في سبورتيج لجبورة وهو عاش بقى في موزنبيق ولعب لجنوب إفريقيا المدرب الحالي لهذا الفريق اللي جاي خلفاً للمدرب فالاسيوس الفيروفي مع فريق دادي أورلاندو جاي بعد فالاسيوس وكان أبنه ليالي البرازيلي وروت كرول المدرب الحالي للمنتخب تونس كان أيضاً مدرب لهذا الفريق من 2008 ل2011 محمد يوسف أحد المعاونين مع جوزي مع حساب البدري يتولى المهمة باقتدار حتى الآن مع النادي الأهلي ويبحث عن أول ألقابه الرسمية مع النادي الأهلي كمدرب محمد يوسف في الأبناء النادي الأهلي المنظومة المتكاملة اللي دائماً وأبداً يعني يجد الحلول من أبنائه وأدي أماننا هنا اللعب مطلبة ركنية أهلوية ركنية أهلوية لابد الآن يستغل هذا الاختباك إخبال جباهيري كبير نتمنى أن يكون يعني بصورة حضرية حتى يعود النشاط الرياضي في مصر وحتى يكون هناك اطمئنان قبل مواجهة غانا في المواجهة القادمة وعودة الجباهير لا شك يعني عودة حميدة إن شاء الله يكون التزام بعد المناوشات اللي كانت ظهري اليوم في هذه المباراة كورات الأهلي الملعوبة لطول ركنية جديدة وليد سليمان ركنية التالية لصالح النادي الأهلي لكن تغطية من جانب اللعب مع هاموتسو لعب مع هاموتسو رقم 24 هذه وليد سليمان هذه وليد سليمان يلعب على طول ركنية مرة تالية كورة العالية على طول وكان مسندة وكان متقدم أحمد عبدالزاهر رأس الحربة أمامنا هنا سجل للنادي الأهلي في مرمى تسكر وكان سجل في مرمى زبالك لكن كان طرد في لقاء 0-3 هذه أمامنا الفرصة هنا وكورة العالية وأحمد عبدالزاهر واضح أمامنا هو التعليمات وكما يوضح في هذه اللقطة هذه روجر ديسا يتحدث مع رجال الأمن ومع الحكم الرابع والحوارات مستمرة لكن التعادل السلمي بزال قائم في هذه المباراة هذه القائد اللعب الكورات الأمامية لك عنده 37 سنة لك لعب دوني 14 مباراة هذه أمامنا لك يلعب بجوار اللعب جاكابا وماء موتسو اللعب رقم 24 أمامنا هنا وسط الملعب التحضير من جانب لعب نادي أورلاندو استلام على طريق اللعب مطلبة 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 إلى جاكابا كورات الأمامية هنا وتقدم مطلبة خطير المساحة لابدنا أن تغلق واني مطلبة العرضيات اللي حذر منها محمد يوسف لكن التغطية ممتازة تغطية ممتازة ممتازة الحقيقة التغطية في اللقطة الماضية محمد نجيب التغطية رائعة نادي الأهلي ترجع لطول أحمد فتحي جانب الشمال ساد معود عبدالله السعيد الضغط بطول الملعب من لعب نادي أورلاندو يعتبدوا على القوة على الهجمات السريعة التنديدات أيضا البعيدة نادي الأهلي لازم يكون حذر وسط الملعب مساليسة مساليسة يرجع لطوله مساليسة مساليسة إلى ماموتسو إلى مساليسة مرة تانية حضروا في وسط ملعبه اللعب مانيزة لعب مانيزة أمامنا عنده 25 سنة رقم 20 مانيزة عنده 11 مباراة دولية في المتخم الجنوب إفريقي استلام من جاكابا جاكابا اللي بيلعب في عمق الدفاع مع اللعب مع ماموتسو انطلاقات مطلابة جمع من يسر يغير الملعب على طول في انتجاه اللعب كلاتي ولكن يا سلام شريف إكرامي يطلع طول يطلع شريف إكرامي محمد يوسف محمد يوسف نادي الأهلي لعب في ديرزلي لعب في ديار بكر لعب في أمبي لعب أيضا في الوكول العرب والمساعد بقى مع جوزيو البدري واستمراره مع الفريق الأول بدءا من مايو 2013 بعد رحيل حسام البدري للتضريب أهل ترابلوس الليبي ومعه بقى سيد عبد الحفيز مدير كورة أحمد أيوم وعلي ماهر وطريق سليمان حراس مرما إيهاب علي الطبيب محمد أبو العلع مدير يماني القائمة الموجودة بقى الجنود اللي خلف النادي الأهلي اللي حتى الآن التعادل السلبي كورة على طول على طريق اللعب سيجوليلا سيجوليلا 23 سيجوليلا إلى اللعب الخطير اللعب ماسا ليسا كورات اللي في العبق اللي بيلعبوها لكن شريف إكرامي وهناك راية وهناك تسلل طاقب تحكيم بقيادة الحكم مكان جسامة اللي أدار ثلاث لقاءات في أمم إفريقيا 2013 الأخيرة مالي ونجيريا جنوب إفريقيا والمغرب تونس والجزائر ولا ننسى هذا الحكم عنده 37 سنة حكم أيضا في أولمبياد لندن 2012 وكأس العالم من الشباب في تركيا 2013 وكان قد أدار لقاء الأهلي واليوبار السوبر اللي كان انتهى للأهلي التين واحد وكان سجل وقتها رامي ربيعة في البودلاء ومحمد بركات اللي اعتزل اللعب مع النادي الأهلي استلام وليد سليمان النادي الأهلي 24 لعب مسجلين استبعاد أحمد نبيل مانجا واستبعاد أيضا اللعب عمرو جمال وأمامنا الكرة إلى خارج الملعب وليد سليمان رحب الشمال وعدالله السعيف في اليمين الأهلي وعلى من النادي الأهلي وجباهين الأهلي الجباهين لازم ترجع لدورها إلى المدرجات للتشجيع الركنية النادي الأهلي رأس لكن إلى خارج الملعب هذه أمامنا الكرة ومحاولة كانت من محمد نجيب كان سجل في البطولة الماضية في مرمى تشيلسي الغاني وفرصة ضيعة من نادي الاهلي مصر شوف سيد معود وشوف محمد نجيب جاي سيد طلقة يزبق بالخطوة دي اللعن معها مصر النادي الاهلي بقى الحلول من محمد نجيب من واقل جمعة اللي عنده اربع عداف افريقية وشوف ردة الفعل عن جهاز الفني واول فرصة للنادي الاهلي خطيرة بتأتي بعد ربع ساعة رأسية محمد نجيب في هذه المباراة تصل الى شتيف عبد الفضيل واسط ما لعب النادي الاهلي سيد معود بيلعب دور هجومي وبيساند خطرة جدا خطرة جدا خطرة جدا كرة خطيرة للعب سيجوليلا لكن تغطية مبتازة من دفاع النادي الاهلي سيجوليلا وقادي امامنا واقل جمعة كان بيشيل الكرة الخطيرة للمدينة كرات اللي خلف المدفعيين يستغل وتقدم شيف عبد الفضيل وسايد معود وبنشوف سيجوليلا تلاتة وعشرين وفي جانب الايسر وفي جانب الايمن اللعب كلاتة اللي بينطلق رقم سبعة مع وجود بقى اللعب باسيلة رأس الحرب اللي هو بيعتبر لعب ارتكاز باسيلة ده شغل كله من عنده باسيلة يسقط ياخد معاقل باية الدفاع والمسانده بقى اللي بتيجي من العمق من اللعب سيجوليلا وايضا من اللعب كلاتة وسط اللعب الاهلي حساب عشون مقطوع على طول الكرة ترجع من اللعب لالحارس يا سنزو مييوا سنزو مييوا الكرات الامانية كلاتة كلاتة وسايد معود يا سيد يا سلام يا سيد يا سيد يا سائد اموت ا hockey سايد معود بقى الخبرة الكبيرة عند سايد معود سواء في الاسماعيلي فترمزو دصفور التركي مع الاهل من عام الفين واتماني يا سايد معود الحقيقة من اللاعبين مميزين نهاردة مدلاء النادي الاهلي الموجودين اه كل من ابو السعود ورامر ابيعة وعماد متعب وايضا دومينيك وتريزيجيه وشهاب واحمد شيريد اناوي وخرج القيمة النهاردة احمد شوكري وساعد سمير والسيد حمدي بالاضافة لاحمد عادل عبد المنعم الاثنين وعشرين لعب خرج بينهم اربعة وادي اماننا انطلاقة وحاولة مرور احمد فتح يعدي بالاول يعدي بالتاني استيد هامل حلو اوي احمد عبد الزاهر وادي اماننا الرقابة من جانب لك ويلعبها عرضية خطيرة يلا جول يلا جول يلا جول ضاعت عبدالله السعيد يعني هي حلوة من الاول هي حلوة عبدالله السعيد خايف بالتسلل مقدرش يجبأ اكتر من كده واضيع الفرصة التانية بص اشوف احمد فتح يزيد من وسط الملعب يحتفل بعيد نيلاده عادة حلوة اول من لك يلعب الكرة الجميلة لعبدالله السعيد وعبدالله السعيد اللي كان هيخلينا النهاردة في عيد يضيع كرة فرصة سهلة اوي للنادي الاهل في الدقيقة سبعة عشر برضه الاعصاب والتركيز الخبرات مطلوبة الخبرات مطلوبة ادي الحارس الماربر حارس هو الحارس التاني في جنوب افريقي حارس مارما كازر تشيفز هو الحارس هو الحارس الاول ودي امامنا الخطير بقى اللي جيه هنا في الشمال اللعب كلاتيه ضغط القوي من لعب النادي الاهل تطلع الى خارج الملعب عبدالله السعيد سجل في مارما اليومبار سجل في مارما القطن عبدالله السعيد ادي امامنا اللعب اللي بيأتي الى الجانب الايصر وراح اللعب في جوليلة الى الجنب الايمن احمد عبدالزاهر خرصة نجيم الرأسية الخطيرة بعد خمتاشر دقيقة وبعدها العرضية الحلوة احمد فاتحي شو بقى الكرات لسه الجنب اليمين ما اشتغلش ريفا عالفاضي للجنب اللي شغال بقوة جنب سيد معود واملنا هنا وقل جمعة ادي وقل جمعة القوة رغم التقدم في السن لكن عطاء وعطاء كبير النهاردة لو فاز ان شاء الله الاهلي باللقب يبقى عنده ستة القاب في دور الابطال يعني خمس القاب وقل جمعة يحمل ارقام قياسية حقيقة هذا النجب الكبير اللي بيبحث عن النهاية السعيدة خلال مشواره السعيدة مع النادي الاهلي ومع المنتخب المصري ادي امامنا وقل جمعة يشيل على طول وقل في اتجاه احمد عبدالزاهر يرجع مرة تانية اللعب مساليسا مساليسا الى باموتسو اللعب اللي امامنا هنا قبل باع عشرين يلعابه بكورات الامامية ولكن الى خارج الملعب هدي منويل جزيه اماننا هنا في المقصورة كبت محبوض الخطيب شام سعيد وسفير نور والاسماء الموجودة الحقيقة ومنويل جزيه ومحمد عبداللهام ايضا كان موجود في اللقطة الماضية منويل جزيه عشرين بطولة منويل جزيه بعداد الاهلي فترة اولى 2001-2002 بص كورت عبدالله سعيد سهلا ازاي و2003-2009 ثم 2011-2012 حقق لقب هدي المطولة اربع مرات مانويل جزيه وحقق لقب الدولي ست مرات سوبر الافريقي ايضا في اربع مرات وبارتين كاس مصر واربع مرات السوبر المحلي عشرين مطولة لمنويل جزيه المرتغال اللي بيحضر هدي المباراة كان مدرب رحل كده على الاهلي يضرب على الجولة ورح يضرب اتحاد جده ويرجع مرة تانية وكان درب الفريق الايراني فريق نادي بيرسادوليس اللي كان تركه بقى في ديسمبر 2018 هدي امامنا هنا الخطأ في وسط الملعب مانويل جزيه يحضر مشجعا لكن ليس في الدرجة التالتة البعد قال هيحضر رأي الدرجة التالتة كان الراجل اختفت هدي امامنا مسائلة خطرة جدا انفراد وممكن هداس نفي عظيم يضيع يضيع سيجو ليلة هدي امامنا الكرة اللي حزبنا منها الكرات اللي في العرب سيجو ليلة ضيع كرة من جانب الفريق الجنوب الافريقي اورلاندو في هدي اللقطة العمق الدفاعي هدي لسه مضيع سيجو ليلة ويقتع مرة تانية الى باسيلة خطير باسيلة بيحدك كويس خلي بالك لكن دفاع الاهلي المراد يشيل احمد فتحي يلا الاهلي مع الهجمة السريعة انفراد سيجو ليلة وبراعة كبيرة جدا من شريف اكرامي في هدف كان مؤكد ادي ابو تريكر ابو تريكر الاحسام عشور درجع الى والجمعة عبدالله السعيد عايزين عبدالله يكون اقوى من كده عنده امكانيات عنده مهارات نجم نضم 2011 بالنادي الاسماعيلي يملك كرة افضل من ذلك لكن احيانا يعني بيبقى في ضغوط البعض يقول عبدالله لازم يلعب واحنا بنعمل عليه ضغط برضو كاعلاميين هو لعب مميز شريف اكرامي تعلق في انفراد محقق الحقيقة الهدف كان لقل اللعب سيجو ليلة ضيع سيجو ليلة هدف محقق في دياء عشرين اهلي ضيع نجيب رأسية بعد ربع ساعة وعبدالله السعيد اقوى اللي تعابدتم لحبت فتحي بعد 17 دياء فريق خطير فريق نادي اورلاندو بايرتز خارج بالعب لكن الاهل اللي قاهر كوتوكو 82 واللي قاهر الهلال في 87 وسان داونز في 2001 والنجم الساحل التنسي في 2005 والصفقسي 2006 والقطن في 2008 والترجي في 2012 قادر على اورلاندو بايرتز ولما لا هو الاهل دائما واذا حضر الاهل يا سادة يعني يبقى البطولة اكيد ان شاء الله من نصيب القلعة الحمراء هنا امامنا عبدالله السعيد ترجع الى حسام عشور حسام عشور الى الخالف الى محمد نجيب لا يعفور فرصة محمد نجيب الكرة العرضية اللي عملاله يعني بشكل جميل ساد معود ادي نجيب يتقدم الى احمد عبدالزاهر البحث عنه يحرس اول الاف اللي قول يا ولد يا احمد عبدالزاهر امامنا هو احمد عبدالزاهر يسادة كرة قوية في الدين وعشرين في هذه المبرانة الهائية ادي امامنا القناص لكن المرة دي ليس داخل منطقة الجزائي يطلع من بره يجرب حظه في واحدة من بره ويقزها الحارس المربى الحارس سينزو على طول يتعلق في هذه الكرة في هذه اللقطة زي ما تعلق لكن شريف شال واحدة اصعب شريف اكرامي شال الكرة الاصعب روكنية رابعة بصالح النادي الاهل الدكتر احناوي حزري بالهجمات المرتدة عبدالله السعيد روكنية سيارة عبدالله السعيد ووليد سليمان ادي عبدالله ما اطوع الكرة من عبدالله على طول الكرات الملعوبة من جانب اللعب بطلبة انطلاقة ولكن يطلع بها امامنا هو اللعب سيجوليلا سيجوليلا مع كلاكي بيغير الاماكن هادي جمهور الاهلي ادي الهدفات الحلوة هادي التشجيع اللي احنا عايزينه العودة للمدرجات هو ده الاهم هو ده الدور الموجود من جانب الجماهير الجماهير وتأثيرها يعني عن لعبين كالسحر اللعب لما بيلعب بدون جمهور بيحتاج لاعداد نفسي ويحتاج لحافز ويحتاج لامور كثيرة ورايا وتسلل هنا على اللعب بصيلة في هذه اللقطة جماهير الاعلي الوعية اللي يعني اللي بتعد دائما الحافز والمساند الاول والشريك الاول في القام وبطلب سيد الالقام الافريقية النادي الاهلي هادي اعمالنا هنا كرة احمد عبدالزاهر تزديدة حلوة ولكن حارس المربع يتصدى ليها وشوف هنا بقى يعني هو حارس مربع يعرف كل هذه الامور رجل دساء والكرة خطأ لصالح النادي الاهلي خطأ على اللعب لكي لكي لكويسي اعمالنا هادي لاكي شوف لاكي اعمالنا هو سبعة وتلاتين سنة ستبعد منذ لقاء الاهلي يعني من تلو عشرين ستمبر ملعبش منذ لقاء الاهلي اللي كان فيه في المجموعات تعادل سالبي هادي هنا الخاطئ على وليد سليمان المدرب استبعده احترم المدرب ولم يتحدث وان كان ابدا غضب والمدرب قال بقى يعني هو عليه ان يحترم قراراتي والنهار ده يشارك كاساسي لغياب جي ليه وغياب ايضا اللعب جالي رقم اربعة ورقم خمستاشر للإقاف كرة في وسط الملعب نادي الاهلي احمد فتحي في هذا المكان يلعب الكرة الامامية احمد عبد الزاهر والسباء دائما ومعا اللعب جاكابا رقم اثنين تطلع الى خارج الملعب هذه محمد يوسف للحقيقة لابد انه حي محمد يوسف استطاع ان يتفوق يتخطى الاجواء والصعاب والنادي الاهلي من فعل منظومة متكاملة له اساسات قوية ومحمد يوسف احد نتاجات هذه الاساسات القوية محمد يوسف اللي الحقيقة يعني نحسده على هذا الاداء الواقعي المتوازن نتمنى ان شاء الله تكتمل فرحة جامعين الاهلي بفريقها وايضا بمحمد يوسف مدربها الشاب للنادي الاهلي انطلاقة وامامنا امامنا امو تريكا امامنا امو تريكا امين القلوب كما يحلو عشاقة ومحبيه لكن معطوعة من تريكا تريكا يظهر في واحدة يخلص يحسم الامور تريكا اللي حسب الامور واللي دايما يسجل في النقايات كما فعل في النازم والصفاقسي في الفين وستة ومنستاش في ارلدو ايضا في مباراة الدهام الهدف الجميل وهدف الكوز مهم افريقيا في مربى الكاميرون الفين والتمانية هو ده محمد ابو تريكا تاني الهدفين لكرة القدم في البطولات الافريقية حمود الخطيم الموجود في المدرجات سبعة تدين هدف ومحمد ابو تريكا عنده واحدة تدين هدف وحسام حسن سبعتاشا هدف الوادي الاهلي وعسل معلون الزمالك يعني عنده سبعة عشر هدف وبيانيهم بحبة ببركات الوزير وزير الرياضة مرضونا النيل طهره وزيد تلقيق الهدف احمد فتحي عدى حلو احمد فتحي وامرر المرة دي الى وليد سليمان وليد الاحمد فتحي ممكن يسدد احمد فتحي لكن يمرر لابو تريكا حطوب على حضور منطقة الجزاء وقفلين وتلاعب الكرة بشكل رائع جدا النادي الاهلي كل الحاجات دي مطلوبة معلوية تشوف عبد الف inhالة العالية لكن الدفاع يمتاز بقى في الكرة العالية تبدأ الهجمة وهدي أمامنا الانطلاق سيجوليلا سيجوليلا الى باسيلة مسيلة خطير اوي خل revitalنا مسيجوليلا لكن واق الجوب على المراد وواق الجوب علىشيلة واقف اللي على طول يريح شريف اكرامي شريف اكرامي هيلعب الكرة الامامية خطور الهجمات المرتدة باسيلة امامنا الخطير ادي مسيلة باسيلة عادي من الاول كان فيه كلام اللي يدفع باللعب اللعب الزمي كمهاجم تاني هو احد الحلول الموجودة ادي امامنا الفرصة بشوف شريف اكرامي شوف شريف اكرامي تصدى ازاي لهذه الفرصة الخطيرة اللي ضعت من جانب اللعب في هذه اللحظات من المباراة يعني كانت اخطر كرة في دي عشرين للفريق الجنوب افريقيا شريف عبدالفضيل مركز زهير ايمن كان شريف عبدالفضيل يرجع الى واقل جمعة والجمعة يلعب الامامية على طول الى محمد ابوتريكا محمد ابوتريكا استلم ابوتريكا محمد ابوتريكا بدأ مشواره التهديد في مارما فيلا الاوغاندي مع النادي الاهلي في بداية مشواره مع الاهلي الافريقي حقق يعني انجازات ثمان اهداف في الفين وستة ست اهداف في البطولة الماضية سنجل كان في البطولة الماضية الحقيقة يعني حضور كبير مع فريق النادي الاهلي خلال مشوار الاهلي في بطولة دوري ابطال الافريقيا مدول جوزي أسنع على أداء اللعبين وقال النرأة في عيون اللعبين ثقة في المدرب الحالي محمد يوسف لأن الأهل يعتمد على الجماعية يعتمد على الفريق الكامل المتكامل للفوز بالبطولات لا يعتمد على أفراد الأفراد لإضافة الإبداع هذه أمامنا كرة على طول أحمد عبد الزهد هذه تعليمات أحمد أيوب وقف في المنطقة الفنية محمد يوسف سيد عبد الحفيز نادي الأهلي خلال مشواره مع الفرق الجنوب الأفريقية اللي بدأ مع سانداؤز في نهاية هذه البطولة 2001-1-1-3 لاشيه كان هاترك لخالد بيمو وسيد عبد الحفيز كان سجل في المباراة 1-1 6 انتصارات للأهلي 5 تعادلات 3 مرات خسر النادي الأهلي أمام فرق طبعا جنوب الأفريقية في هذه البطولة أو في البطولات الأفريقية كرة ترجع لطول إلى اللعب مانيزة مانيزة يرجع مانيزة في وسط الملعب التحضير والاستلامة الأطولة عن طريق اللعب إلى اللعب الخطير اللعب مسا ليسا مسا ليسا لكن تفرق تحتريق له كرة وحكم اللقاء يدي خطأ هذه أمامنا الحكم بكاري جسابة حكم مباراة معروفة عنه الهدوء والثقة والكرة فاركت تحتريق للعب مسا ليسا اللي النهار دا يبدأ أساسيا في هذه المباراة هذه مسا ليسا لعب في بلاتيني ومستانز وكان بقى أيضا في نادي ميدلست اللي انتقلوا إلى نادي أورلاندو كان في 2012 يعتقد هنا روجرد السا عايز الخطأ من الجداية شريف إكرامي من أشاء الله شريف يوصل تعلقه المعهود كأحد اللاعبين وأحد العناصر الهامة مع النادي الأهلي في مشوار هذه البطولة كرات السابتة النادي أورلاندو بايرتز سيجو ليلا وأيضا اللعب تلاتين والحاقة المشري واقف اللعب جاكابا هذه أبقنا الاثنين اللي واقفين تلاتين واللعب سيجو ليلا أعتقد اللعب تلاتين ممكن يسدد لكن مسافة حوالي يمكن اتنين وتلاتين متر عن المربع ستها بعيدة قوي وحاقت بسادي شريف إكرامي يخلي بابنا بالتركات اللي بتتعامل في هذه الكرات تتصلح على طول وتزديدة قوية جدا لكن بعيدة إلى خارج الملعب كرة قوية لكن إلى خارج الملعب عملت وتصلحت للعب منيزة أمامنا هنا في هذه اللقطة هذه منيزة لعب في أفريكا سبول أكاديمي لعب اللي عنده خمسة وعشرين سنة مع الفريق الأول في أورلاندو بايرتز منذ عام 2008 هذه الصراعات القوية عبدالله السعيد مع اللعب مطلبة كرة هنا ولمسة اليد لكن يعني البعض المتعمدة غير متعمدة حكم مباراة اليوم مكان جسامة إدى خطائنا على حدود منطقة الجزاء لفريق نادي أورلاندو بايرتز هذه أمامنا هنا الصراعة لكن كرة تصل إلى لاكي يلعب كرات أمامية في اتجاه اللعب الخطير اللعب سيجوليلا وانطلاقة من جانب اللعب بسهيلة شوف فرق الصرعة حزاني من الصرعة حزاني من الكرات العرضية سيجوليلا لرح في اليمين سيجوليلا 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 ومعها على طول محمد نجيب سيجوليلا يا ولد نجيب يا ولد يا نجيب على التغطية الممتزة هذه أمامنا حسام عشور يشير حسام عشور النادي الأهلي يعني الروح مهمة أوي التركيز مهمة أوي عدم دخول أي هدف إن شاء الله في مربع النادي الأهلي مهمة للاحتفاظ على الأقل حتى بالتعادل وتزيدها من جانب اللعب أمامنا اللعب مطلبة ولكن على طول الكرة في إيد الحارس شيري مطلبة مطلبة خطير مطلبة سدد من كل المسافات تزيد البعيدة أحد حلول هذا الفريق هجبات المرتد اللي بيشوف بسيلة تزيداته البعيدة شوف كرة من مطلبة قوية جدا مطلبة صاحب هدف في مباراة الدهاب ما بين الفريقين الهدف اللي جيب يعني في الوقت المحتسب بدلا دا التركيز مهمة أول المباراة تسعين دقيقة لعب تنادي الأهلي في المباراة السابقة يعني لعمه التسعين دقيقة ولكن فقدوا ولولا لحنا كده التركيز الزاروة الجمعة وشريف عبد الفضيل هو اللي خد الزاروة الجمعة هنا بدوره كقائد يوجه ويتكلم ويهاد شريف عبد الفضيل الزار الشريف هاد شريف عبد الفضيل تدخل قوي أول شريف في وسط الملعة في كرة ميتة يعني لازم نتعلم مباراة الجونة لما خد إنزارين أحمد عبد الزاهر وطورد في تلك المباراة هادي أمامنا شريف عبد الفضيل ضم تنة وتسعة منادي الإسماعيلي يملك يعني تزديدات بعيدة هادي أمامنا هولا شريف مع اللعب كلاتي شوف كلاتي كلاتي يعني وقف سليمه بعد كده وقع عشان يعني يبقى سبب في الإنزار الأول لشريف عبد الفضيل التنة وتلاتين دي التعادل السلبي نادي الأهلي كده أن يسجل برأسية محمد نجيب بعد ربع ساعة شوفنا أيضا كرة أحمد فتحي اللي تلعبت داخل الست لا عبدالله السعيد ولكن ضاعد تزديد تحمد عبد الزاهر دياتين وعشرين تصدى ليه الحارس اللعب الخطير اللي باسك الجنب الأمامنا هو جنب اليمين اللعب سجوليلا اللي فرض وأمخز ببراعة الحقيقة للحارس شريف إكرامي الفرصة الخطيرة اللي كانت فيه الديئة عشرين من عمر هذه المباراة برافو شريف إكرامي تصدى أيضا لكرة من اللعب مطلوبة التزديدة اللي كانت منذ لحظات ربي التباس فريق نادي أورلندو أمام النادي الأهلي على طول وليد سليمان أدوار الدفاعية شين وليد وليد في الأمام نادي الأهلي نادي الأهلي بدأ يعني يدافع النهاء العاشر للأهلي وإن شاء الله يكون اللقب التامن نبتعد عن الكعس العالم إن شاء الله بطل أفريقيا إن شاء الله يكون نادي الأهلي يلاقي الفريق الصيني فريق نادي جوانتو اللعب نادي اللي بدربه لبي اللي فاز بلقب أبطال أسيا وبعد كده الفائز من بطل أسيا بطل أفريقيا يلاقي نادي باير بيونيخ طبعا بطل تشامبيونز ليج الأوروبي استلعب العطول هنا من جانب اللعب وليد سليمان هو حلوة وليد لكن تشوف كلاتي عملت دور الدفاعي وسط الملعب اللي بيحاول اللعب ما نيزه ما نيزه呐 الكورات الأمامية يشيل على طول وقاء الجمعة هادي وقاء الجمعة يشيل بدون فلسفة كرة على طول في وسط البلعب مطلبة لعب قوي هو اللعب مطلبة مطلبة إلى ماسا ليسا ماسا ليسا يمرن على طول إلى الخطير اللعب ميني سيفيسو سيفيسو الكرة تقدمه يعدم ييني تصل على طول الكرة إلى سيجو ليلة أخطر لعب سيجوليلا حتى لازم نلعب على لاكي لكويسي ده الظاهير العيمل لازم نركز عليه في هذه الجبهة وشوفنا في البداية سيد معاود اشتغل إزاي وأيضا اشتغل معاود سليمان وبدأ يروح لعبدالله السعيد استلام على طول طريق اللعب كلاتي كلاتي تزحلى فيها تزحلى أمامنا وشيب عبدالفضيل لكن يأتي الدعم والمعاونة من جارب عبدالله السعيد تطلع إلى خارج الملعب اقبال جماهيري كبير من هذه الجماهير التشجيع المثالي الرائع صحيح مناوشات قبل المباراة لكن بالفعل النادي الأهلي يملك هذه الجماهير اللي لابد أن توجه للمدرجات هذه الكرة الخطيرة جدا من جانب اللعب بصليسة ترجع مرة تانية لاكي لاكي يسدد غير اتجاهها تطلع ركنية لصالح نادي أورلاندو فايرس الجنوب إفريقي في هذه اللقصة هذه أمامنا لاكي يلعب مع الفريق من عام 2002 شينيه في إكرامي 34 دقيقة تعادل السلبي النادي الأهلي يبحث عن اللقب عن البطولة يبحث عن الأميرة الصمراء هنا في هذه الليلة بيشارك بقى فيه إن شاء الله بطولة كاس العامل الأندية غير المكاسب المادية والأهلي دائما كما نعلم سن النجاح هي روح الجماعة والأداء المميز من لعب الأهلي الصعوبات ويعني بيحولوها إلى إيجابيات ويأخذوا منها الإيجابيات ويصلوا إلى الانتصارات إن شاء الله يكون الانتصار حليف النادي خطرة جدا من راكلة الروكنية لأورلاندو فايروس نشوف أمامنا متحركوا إزاي خطيرة كورة والكورة على طول عالية لكن الدفاع يطلع كنو سجله في التراجي من راكلة الروكنية كنسجل اللعب مع عموسه رقب أربعة وعشرين مرة تانية عبدالله السعيد في قدر عبدالله الخطير سيجوليلا نجمل لقاح حتى الآن سيجوليلا هذه جاكابا خطر يا جدان لكن جامدة وقوية يا جامدة وقوية يلحق أمامنا هنا بقى النادي الأهلي لازم يمسك كورة شريف إكرامي خطيرة يا شريف خطيرة يا شريف لكن الحمد لله سيجوليلا سيجوليلا يعني الأمور لا تسير مع سيجوليلا وتعدي بقى عدي الليلة سيجوليلا يأتي دون رقابة يعني ما عوش حد خالص فينا كشريف فين واق الجمعة فين دفاع النادي الأهلي سيجوليلا يضيع فرصة كبيرة جدا لإن سيجوليلا يعني أخلق عينيه وشوف أمامنا المشجعة يعني جنوب إفريقية وفرصة كبيرة أو يضايعها للفريق الخطير تحذر هذا الفريق خطير خارج ما العمل جماهير الوعية شوف الجماهير هو ده جمهور الأهلي هو ده جمهور الأهلي الحقيقي اللي في المدرجات اللي بيشجع اللي يقول إلعب يا أهلي وأمنا هنا استلام على طول وليد سليمان وليد يرجع وليد للخلف إلى حساب عشور سيد معاود سيد معاود النادي الأهلي بتحضير النادي الأهلي لازم يشتغله في يدي الجبهة وأمنا هنا الاستلام على طول ومعتوعة من وليد شوف وسط الملعب هنا القوة هجب حلو أول لأهلي ده جمهور أحمد فتحي يلا فتحي على طول العبدالله السعيد شيل عبدالله العرضية عبدالله العابة لكن على طول اللعب مسا ليسا لعام المباراة طيبة النهاردة وشاكابا رقم اتنين هو اللي قطع شاكابا مرر إلى مطلبة مطلبة كرات الأمامية خطرة جدا والجمعة وكرة تقلش وانتصل على طول إلى اللعب الخطير بسيلة 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 عنده تلاتين سنة وبسيلة يحاول لكن اضغط عليه برافو النادي الأهلي برافو حساب عشور فيه اللعب الويندا الويندا بسيلة القوي جدا الويندا بسيلة هم ضمه مهاجم هو أراسموس ميد سوفر سبورت لكن طبعا لا يحق لها المشاركة يلعب معهم في الدورة الجنوب إفريقي هذه أمام نكورة الماضية قالشة من وقع الجمعة وتغطية على طول جال حساب عشور هذه حساب وتدفوز ملعب حساب عشور الحقيقة من لعبين اللي المستوى ثابت مع النادي الأهلي منذ أن صعد للفريق الأول في عام 2005 قوة في الكرة الماضية هذه الكرة الخطيرة جدا شوف العب الزائي الكرة خطرة جدا من كلاتي وشوف هنا بقى سيجوليلا الواحده سيجوليلا تماما الواحده سيجوليلا تعدي الكرة بسلامه بأمان الحمد لله هذه السيجوليلا كان سجل في برمى الزمالك ضيع سيجوليلا الفرصة السهلة جدا في هذه اللحظة إذا انفراد سيجوليلا ضيعه في الديئة عشرين تزيدة مطلبة في الديئة ثلاثين ثم هذه الكرة الرأسية الخطيرة من جانب اللعب سيجوليلا اللي يعني كان فيها خطأ دفاعي وخطأ من جانب شريف إكرامي في كرة ملعوبة حلوة الحقيقة ملعوبة على بعين شوية لكن الكرة تطلع إلى خارج الملعب رأسية سيجوليلا بجوار القائم الأيمن لمربى شريف إكرامي لدي الأهلي لابد أن يواصل أداءه المتوازن لابد أن يحدم الكرات العرضية الخطيرة على نفاعاته أدي أبدا متريكة حاول شفت أحمد فتح الحقيقة اللي بيعمل للهجمات السريعة المرتدة للنادي الأهلي أحمد فتح دوله مؤمن قوي إضافة الحقيقة أحمد فتح في وسط الملعب شريف عبد الفضيل يبلأ هذا المكان كزين أيمن وأحمد فتح يعمل اتزان كان ينقص النادي الأهلي في هذا المكان لأن لسه خبرات رمي ربيعة وأيضا شهاب ليست بكفاءة ولا بخبرة صاحب يعني العيد بلاد النهاردة اللعب الشوكر أحمد فتح رمي التباس شريف عبد الفضيل صاحب الإنزار في الديئة 32 لمس على طول عبدالله السعيد لسه عبدالله السعيد وبوتريكة لسه بشتغلوش أحمد فتح أحمد فتح على طول يرجع إلى سيد معاوت شوف الضغط من جانب أورلاندو بطول الملعب وبعدين لما يعني يفقدوا الكورة يرتدوا يبتدوا تغطموا النص الملعب عندهم يعني عدة أسليم هذا الفريق إلعابه بطريقة أربعة اتنين تلاتة واحد وأحيانا تبقى أربعة خمسة واحد لما يفقدوا الكورة الكورة يبقى فقط بصيلة في المقدمة لكي لبيرعب ظهير أيضا لعنده 37 سنة لكي لكي أمامنا هو اللعب الدولي لكن دولي في 2002 ل2005 يروب إفريقيا كما نعلم تأهلت لكاس العالم 98 و2002 و2010 وكانت نظمت أمم إفريقيا فازت بها 96 لكن أمم إفريقيا الأخيرة لما نظمتها خرجت أمام مالي في ربع نهائي غابت عن 2010 و2012 هذه الحكم بكاري جسامة هذه الأهلي اللي يحتفظ بهذه الكأس اللي فاز بيها بقى الكأس اللي أمامنا دي لو الأهلي فاز يحتفظ بيها مدى الحياة كأس هذه البطولة 2008 2012 و2013 مقى اللقب التالت وإن شاء الله يكون بقى يعني فوزنا في 2008 باللقب في نهاية كان في استاد القاهرة اللي كنا نفتقده كثيرا وأيضا في ملعب برج العرب في 2012 إن شاء الله ملعب لكل عرب النهاردة يكون فاء لخير بإذن الله على الكرة المصرية وعداد الأهلي الكرة تصل على طول إلى واقع الجمعة هذه واقع الجمعة التحضير من واقع الجمعة يمرر إلى عبدالله السعيد دايما يستلم عبدالله في الكرة اللي بيستلم فيها يستلم بظاهره استلمش بوشه هذه أماننا كأس البطولة الأميرة الصمراء للأهل إن شاء الله حامل الأرقام القياسية في هذه البطولة عشر نهائيات وإن شاء الله يكون اللقب الثامن في النهاء العشر 83 وصيف كوتوكو و2007 كان الأهلي وصيف النجم دا دي الساحل التنسي هذه عبدالله السعيد والخطير سيجوليلا سيجوليلا ضيع انفراط سيجوليلا وضيع ضربة رأسية وكان شريف إكرام الحقيقة بارع جدا في انفراط سيجوليلا حمد أبو تريكا وراتل على حظوم منطقة الجزاء المرة دي بقى وليد سليمان هذه وليد ثلاث أهداف في مرمى الزمالك وسجل في مرمى ليوبار هدفين في اللقائين هذه اللي بيحاول عبدالله الماضي يسجل في الترجي وكان سجل في النهائي طبعا في الترجي وكان سجل أيضا في تشيلسي هدفين وكرة تطلع إلى خارج الملعب رمي التماثل الأهلي بنصل للديئة 41 روجرد السا لا يغامر كثيرا وإن كان يعني تفوق في بعض الفترات فريق نادي أوراندو بارت بلنا إن شاء الله لقب بنكة يعني مصرية عربية اللقب الإفريقية هذه أمامنا نجم الأهلي أحمد فتحي الممتاز ماشاء الله عليك ما شاء الله عليك أحمد يا فتحي الهجمة الجميلة اللي عملها وتلعبت بقى ولن ملقي العبدالله السعيد كان بقى هدف جميل قوي لكن هنا بقى عبدالله السعيد اتأخر شوية اتأخر شوية وشوف بقى ردة الفعل كابتر الخطيب أمامنا بص الكابتر الخطيب يا سلام يا بيبو يا سلام يا بيبو هذه أمامنا جابت المحمود الخطيب بقى اللمسات الجميلة والحضور الممتع لي في هذه اللقاءات وشوف بقى المأصورة اللي فيها أيضا رجال جنادي الأهلي ومنهم منو الجزئي الذي يأتي مشجعا مساندا للأهلي في هذه الليلة وفي هذه الأمصير كورا واستلام على طول بسيلة خطورة من أورلاندو فايروس لكن الأهلي يتعامل بالخبرات الموجودة يهدي اللعب يهدي الملعب يحاول يخرج في هذا الشوط بالتعادل السلبي وفريق نادي أورلاندو فايروس أيضا يعني إراضي بهذا التعادل شوف هنا وليد سليمان نشيط وليد عزين عبدالله السعيد وأبو تريكا يكونوا قدشت شوية لكن أبو تريكا ننتظر اللمسة ننتظر النفحة من هذا النجم الكبير أمامنا هو يطلب الكورة أحمد عبدالزاهر سد الكورة حلوة أو الكورة العالية هنا لكن يغطي مع مرسو مرة تانية النادي الأهلي يغطي لكي لكي ترجع إلى سيد معاون سيد معاون شوفنا لفتات يعني الحداد جماهير الألترس اللي تم الإفراج عنهم منذ يعني تقريبا 24 ساعة اللي كانوا عاملوا وقاعة المطار من جمهور الأهلي المحب العاشق النهاردة يعني النداءات اللي كانت في الإعلام المصري الجماهير يعني لأن اتحاد الإفريقي وضع أسس حكم اللقاء عنده يعني تعليمات لأن بالفعل الرياضة لا تدخل أبدا في السياسة ولا في أي شعارات مرفوضة في هذا الملعب كما قال حكم اللقاء قبل المباراة اجتماع بقى الفني اللي قبل المباراة كورا تعالي النادي الأهلي الأهلي الرياضة المحبين الهدف الأول إن شاء الله يا رجل خلص 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 يا أحمد عبدالزاهر أحمد عبدالزاهر بقى السرعة السرعة والإيقاع السريع موجود عماد متعب موجود أحد الهدفين الثاني وعشرين هدف إفريقي لأحمد متعب لكان شريف عبدالفضيل فرصة ضيعة قطيرة جدا من أحمد عبدالزاهر الانفراد اللي أقضوا الحال السنزو النادي الأهلي ممكن يسجل ويريح جماهيله وأدي أمامنا الجماهيل اللي بتشاهد سلامة جمهيلة يا سوى الله زمان يا جمهور والله زمان أكثر من عامين مباراة لتوقاف في القاهرة طعيمة تلعب في دار في ملعب الدفاع الجوي كان فيه ثلاث ملعب الدفاع الجوي والمقاولين وطبعا أستاذ القاهرة لأن الأهلي يفضل يلعب هنا في القاهرة وأمامنا هنا الملعب وأستاذ المقاولين العرب اللي قدم المهندس شريف حبيب رئيس ناري كل عرب قدم كل الإمكانيات لإقامة هذه المباراة أيضا أمنيا والاستعدادات والنادي الأهلي لازم بقى يكمل هذه المنظومة ويفرح الشعب المصري ويفرحه الشاكو ومحبيه القلعة الحمراء هنا في هذه اللحظات هذه أمامنا أحمد فتحي أديك يا أحمد يا فتحي إلى وليد سلمان عادة حلوة وليد ارفع عينك يا وليد ارفع عينك لما وليد هنا ويعمل عرضية حلوة حلوة العرضية لكن نكي على طول يطلع ترجع لأبوا تريكا هذه أول كرة لأبوا تريكا يمكن في هذه اللحظات من المباراة مهم حلوة ولمة التين ولمة واحد ولمة التالي فلinky أنت زودها بوتريكا يطع لكي شف الملعب ولا الآخر وحشتنا والله الآخر وحشتنا شوفنا الآخر شوفنا الآخر مع ابوتريكا وولع الملعب ولاع الملعب وتريكا هم جمهور الاهلي جمهور الاهلي يولع المدرجات تعود المدرجات تعود البطولات ان شاء الله نحتفظ بها هم جمهور الحقيقة هم جمهور مكانه المدرجات جمهور الرياضة جمهور الكرة في المدرجات امجاد الاهلي يعني تخيم على الملعب هنا في هذه اللحظات وقد انا امدنا يا رجل هي الكرة لأبو تريكة عايزها هو عايزها ابو تريكة لكن اللعب السريع والحكم على طول يدي الاستبرار للعب يا ولد يا ولد يا نجم المباراة يا نجم يا نجم يا احمد يا فتحي النهاردة نحتفل بيك ان شاء الله اعمد فتحي يا سلام يا احمد يا فتحي احمد فتحي بقى ايه اداء وتميز وبص شوف الكرة بقى اللي امامنا هنا استلم ابو تريكة وشوف جاكابة جاكابة هنا ابو ريكا لف رجله على شكابا. ابو تريكا برضو يعني ايه? عنده لمسات خاصة كده في الكرات. ويا احمد فتحي نجم. نجم يا احمد يا فتحي نجم. نجم كبير قوي في هذا الشوت الاول. احمد فتحي وسجوليلا الخطير في فريق نادي اورلاندو بايرتس. ادي امامنا شريف عبدالفضيلي. شين شريف. مقطوع الكرة. بقى موتسو. ولكن هناك لمسة يد على احمد عبدالزاهر. يا احمد يا عبدالزاهر. يا احمد عبدالزاهر اهدى شوية تكازمان. واحد واحد في اللقاء الذهاب. وامامنا هنا محمدسو. الدولة اللي جلوب افريقيا عناصرهم بالدولية كتيرة. واحنا برضو عندنا يعني مباراة قدمة ان شاء الله مع غانا. وبرادلي يعني يستعد بهذه اللحظات اعلان نهاية الشوت الاول. هنا في ملعب المقاولين العرب. ملعب عثمان احمد عثمان. التعادل السلبي. وفي اشتباك ما بين اللاعبين. وامامنا هنا تدخل والجمعة. احمد فتح انت من نجوم. بحدش ان احمد يا فتحي. النادي الاهلي شوت الاول كان ممكن يسجل. عن طريق عبدالله السعيد واحمد عبدالزاهر ومحمد نجيب. سيجوليلا ضيع انفراد. وايضا سيجوليلا ضيع ضربة رأسية. اذا التعادل السلبي في الشوت الاول من هذه المباراة. مباراة نهاية بالفعل. ما بين الاهل المصري. اورلاندو بايرنس الجنوب افريقي. التعادل السلبي. اياب نهائي دوري ابطال افريقي 2013. الكلمة للزميل احمد فتح. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. والسلام اشتركوا في القناة. مباراة افريقيا لعام 2013. في ملعب الكوارون العرب المباراة. تجمع بين الاهل المصري. واللندا بايرتس الجنوب الافريقي. في ملعب اللقاء. تعادل الذهاب الإيجابي واحد واحد أبو تريكا ومطلبة في حين حتى الآن تعادل سلبي يكفي الأهلي وإن كان يعني التعادل السلبي خطر عن نادي الأهلي شوط الأول للأهلي لم يضغط بقوة وإن كان حاول أن يقدم أداء متوازن ترك مساحات شكلت خطورة من خلال صلعة ومهارات لعبي فريق نادي أورلاندو اللي قدم الحقيقة شوط أول جيد واستغل الاختراقات واستغل أيضا الكرات اللي خلف المدفعين لم نرى كثيرا للأهلي هجوميا وإن كان أحمد فتحي لعب دور كبير في الشوط الأول اللي شاهد إنزار لشريف عبد الفضيل وعدة فرص كان أبرزها رأسية محمد نجيب وعرضية أحمد فتحي للعبها لعبدالله السعيد وتزديدة من أحمد عبدالزاهر في الديئة 22 وكرة أيضا لأحمد عبدالزاهر تباطأ فيها في الديئة 43 تلعبت لبينية من اللعب عبدالله السعيد كان ممكن يخلص ويسجل في حين أضاع سيجوليلا انفراد في الديئة 20 ببراعة شريف إكرامي أنقذ الموقف كرة لعبة خلف سيد معاوت تزديدة أيضا من مطلبة والكرة العرضية الخطيرة اللي ارتقى إليها سيجوليلا برأس في الديئة 35 فريق شكل خطورة كبيرة من خلال تحركات من خلال سرعة ومهارات من خلال أيضا تبادل مراكز ما بين سيجوليلا وكلاتي وأيضا اللعب ميني في شوط المباراة الثانية إن شاء الله الأهلي يلعب ويؤدي هل الجماهير النهاردة كالضغط على اللعابين الميس فاص النهاردة نسبته علي قوي الشوط الأول من لعب النادي الأهلي نادي الأهلي عودنا على التعلق على البطولات على الألقاب إن شاء الله يكمل مشوار الصعب مشواره اللي يعني لا دوري ولا مسابقة والمدة عامين والأهلي إن شاء الله يكون قادر بإذن الله على أن يتوج بهذه البطولة بكأس دوري أبطال إفريقيا تشامبيوزليج الإفريقي الأميرة السمراء إن شاء الله في الأياد المصرية عشان بقى نشوف مظاهرات لكن ليس مظاهرات يعني من أجل أمور وسياسة وأمور كثيرة جدا في الشارع المصري لكن عايزين بقى احتفالية زي ما احتفلت أمس جماهين الزمالك بالفوز بلقب كأس مصر بالفوز على ودي ديجلة إدارة نادي الزمالك دكتور كابال درويش المجلس المعين تمنى المسندة الجمالية هناك بعض الأعلام البيضاء لكن النهاردة أعلام الحمراء وفيه أعداد غفيرة خارج الملعب وهناك أيضا بعض اشتباكات خارج الملعب في هذه الأثناء لأن الجماهير متعتشة وراغبة في الوجود يعني في الملعب والمسندة مع هؤلاء مع نجوم النادي الأهلي مع نجوم القفلة الحمراء شوط الأول الأهلي بدأ بتشكلته بدأ بها المباراة السابقة شريف إكرامي في حراسة المرمى رباع خط الضار شريف عبد الفضيل ومحمد نجيب وقل جمعة وسيد معاود هذه أمامنا الفرصة الخطيرة كرة التي تلعبت من اللعب كلاتي وضيعها سيجوليلا كرة راسية كانت بيئة 35 نادي الأهلي أحمد فاتحي في وسط الملعب حسامة عشور أمامهم الثلاثي عبدالله السعيد ومتريكا وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر في حين تشكيلة فريق نادي أولاندو بارس سينزيوم يو في حراسة المرمى خط الضار لكي 14 جاكابا رقم 2 اللعب بابو مرسو 24 مطلابة رقم 8 وسط الملعب مساليسة 12 ومنيزة رقم 20 سيجوليلا بيلعب في الشبال 23 كلاتي 7 في اليمين واللعب ميني سيفيسو رقم 11 وباسيلا رأس الحرب حكم لقاء اليوم بكاري جسامة الحكم الجنبي بيعول كل من اجبا فريم اه انجيسون الريتري وايضا كاماندا الرواندي والحكم الرابع مويدو مراد الدعم النهاردة التونسي ومراقب الحكام في هذه المباراة شوت الاول شفنا ليزر يعني حفلة حفلة ليزر يعني فيه شوت الاول ادي اماندا الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي منذ عام الفين واتنين وبجواره يجلس وزير الشباب وزير الرياضة وزير الرياضة كابتن طار وزير الرياضة وايضا يجلس عيسى حياته رئيس اتحاد الافريقي هنا في هذه الليلة في هذه الامسية اتمنى ان شاء الله التوفيق النادي الاهلي يبدأوا الشوت الثاني بقراءة الفاتحة والجمعة الدور بقى والخبرات لها دور للاحتفاظ بهذا التعادل على الاقل ان شاء الله يكون في فوز ويكون فيه اهداف وتهتز الشباك وتستمتع الجماهير المصرية بمختلف انوادها وانتباعتها والشوت التاني هينطلق حكم اللقاء كما نتابع اللي اعطى انزاء الشوت الاول لشريف عبدالفضيل لعب المتوازد مهمة اوي من نادي الاهلي في شوت المباراة التاني وان شاء الله نتمنى باذن الله يكون فيه متعة وفيه اهداف للنادي الاهلي ان شاء الله في هذا الشوت جماهير حاضرة جماهير تشجع بوعي داخل الملعب بعض الشماريخ بعض الليزر ولكن حتى الان ان شاء الله الامور تستمر والمتعة تكون حضرة في هذا اللقاء ملعب المقاولون العرب والتعادل السلبي الشوت الاول كرات ملعومة في الامام على طول يغطي المرة دي مع موتسو مع موتسو كرات الامامية الى مسيلة طريق اورلاندو بارس لعب يعني مباريات قوية امام الاهلي في الجونة امام الترج في لقاء العودة في ملعب رادس النهاردة بلعبه مباراة كبيرة جدا لعب مطلبة ولكن على طول شريف عبد الفضيل حراسة وتطلع الى خارج الملعب محمد يوسف الجهاز الفني ومدين الكرة سايا عبد العفيز وايضا احمد ايوب والكرة تطلع الى راكلة روكنية لصالح اورلاندو بارس القراصنة في هذه المواجهة امام نادي الاهلي شوف امامنا هنا شريف عبد الفضيل واللعب السريع اللعب مطلبة مطلبة سريع اللعب مطلبة لعب قوي جدا في هذه المباراة وفي اللقاءات السابقة والاهلي بيلعب للمرة الرابعة مع فريق نادي اورلاندو بارس خلال بقى من الشعر الافريقي نحو لقب لقب بطولة الرقم 17 مع النظام الجديد بقى انتلاقا من عام 97 هذه امامنا كرات السابتة رقابة من واق الجمعة واق الجمعة كرات السابتة رقابة خطرة جدا باصيلة كرة عالية شريف اكرامي برافو يا شريف يطلع شريف الكرة على طول الى خارج الملعب شريف اكرامي يبعد الكرة الى خارج الملعب روجرد السا مدرب نادي اورلاندو بارس عنده طموح عنده امال كبيرة في هذه المباراة في اللعبين الموجودين وان كان طبعا بيواجه النادي الاهلي وواجه جماهير الاهلي الحاضرة النهاردة في لقاء اليوم وبقوة رميات التماس الطويلة لعبها اللعب لكي كرة عالية خطرة جدا خطرة جدا سيد معوة شوف هنا الخطورة في الكرات السابتة واللعب على الكرات العالية ورمي التماس طويلة جدا اتلعبت من جانب لكي هذه امامنا الرقابة شوف الرقابة واق الجمعة قوة عنده واق الجمعة ما شاء الله ساخر في الدفاع واق الجمعة من عام 2001 قادما من غزل المحلة لهذا النجم الكبير خلال مشوار وعطاء كبير مع نادي الأهلي سجل افريقيا في مرمى أسك في 2001 سجل في القطن في النهاية 2008 سجل في نادي الإسماعيلي 2010 في الوداد المغربي ودي أمامنا هنا ضغط من نادي الأهلي ضغط العالي من نادي الأهلي يلا وليد يشيل على طول نادي أولندو ترجع مرة تانية حسام عشور نادي الأهلي شوط الأول تبريرات المفتقدة كتير جدا في شوط الأول من لعب النادي ترجع للخلف شريف عبد الفضيل شريف يرجع شريف إلى وقل جمعة وقل جمعة بكورات الأمامية النادي لازم تسلم يا وقل تسلم سلم عبدالله السعيد في رجله يشيل على طول دفاع نادي أورلاندو بارس أورلاندو أورلاندو ودي أمامنا هنا القوة شوف القوة وقل جمعة مع المهاجم بسيلة مطلوبة 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 القوة وقف إيتو وقف درجمة وقف نجوم كبار إن شاء الله يكون بقى بسيلة ده يعني إيه أحد الزكريات الجميلة لوقى الجمعة مع النادي الأهلي ومع الكورة المصرية أمامنا هنا من تابع تمريدة حلوة أوي وليد سلمان يا ولد يا سيد النفاسة سيد معود ينطلق سيد يشيل كورة يا سيد شيل يا سيد لكن ترجع ودي وليد وليد ياخدها على عبا وليد ياخدها على عبا ولكن كورة من وليد وليد حط يعني هذا الموسم سجل في مرمى الزمالك هدف جميل أو سجل في مرمى اليوبر هدف في كل مباراة في ثلاث أهداف أحد اللاعبين مميزين وليد سلمان مع النادي الأهلي الكورة الأمامية شريف إكرامي شريف إكرامي موقع الفيفا موقع الاتحاد الدولي تحدث عن شريف إكرامي بشكل إيجابي إن شريف أحد العناصر الهمة اللي النادي الأهلي بيرتكز عليها فيه يعني أمل الجماهير هو للاحتفاظ باللقب عدى حلوة أوي سيد شوف خدلك إزاي ولا ده رقم اربعة عشرين اللعب معاموتسو عدى حلوة أوي سيد معاوت لكن المجهود اللي عمله خلى الكورة تطلع يعني قصيرة أوي ما شلهاش رقم أن سيد مميز أوي في هذه الكورة تحمد عبد الزهر تحرك أحمد عبد الزهر ترجع إلى حساب عشر ووسط الملعب شريف عبد الفضيل خلي بالنا بالكورات دي بترجع خطرة شريف إكرامي خلي بالك خلي بالك لكن شريف إكرامي يشيل كورة خطرة جدا بيضغطوا على لعب النادي الأهلي بيحاولوا أبو تريكا يشيل أبو تريكا على طول إلى وليد سليمان وليد سليمان يرجع حلو قوي إلى سيد معاوت هادي أمامنا لعب واقع في أرض الملعب واقع في أرض الملعب أحد لعب نادي أورلاندو بارس نادي الأهلي مطالب بالتركيز ناحية الزهنية مهمة قوي في هذا الوقت وكما تابعنا يعني إحنا على بعد خطوة من المجد التسعين دقيقة اللي يعني المفروض نلعب مضى منها أمامنا هو يعني خمسين دقيقة ومتبقي أربعين دقيقة على تحقيق الحلم أهلي بدأ لقاءاته أمامنا يعني براعة شريف إكرامي هنا توقع الخطأ مش شريف عم الفضيل واحد واحد مع سانداونز وثلاثة لاشيء في إطار النهائي ألفين وواحد أربعة واحد على كازر تشيفز في السوبر الإفريقي مجموعات مع آيكس في ألفين وخمسة مع سانداونز مرة تانية في دور الستاشر في ألفين وسبعة مع بلاتينيوم ستارز في ألفين واتمانية دور ستاشر مع سوبر سبورت في الدور الثاني في ألفين وواحداشر وأمام بقى أورلاندو بايرس هذه المواجهة المواجهة الرابعة وأمامنا هنا انطلاقة محاولة من جانب اللعب اللعب مطلبة لكن مرة تانية النادي الأهل يحاول يلم حلوة قوي وأدي أمامنا بقى الأدوار المطلوبة قال لها عبدالله عبدالله السعيد العابة للخلف لازم لعبة الأهل بدون كرة شوف هنا بقى الضغط أحمد فاتح يرجع لعبدالله السعيد بنتطر نرجع للخلف ونتخلص بالكرة زي مع عملها كده عبدالله السعيد مهمة قوي التحرك بدون كرة مهمة قوي ضغط لعب النادي الأهل على لعب نادي أورلاندو هذه الكرة بتعدي من جانب اللعب وذكر مدلاء الأهل النهاردة في مبارات اليوم كل من محمودة بالصعود رمي ربيعة أحمد شديد ناوي عمد متعب ودومينيكو تريزيجي وشهاب الدين شهاب الدين أحمد هذه أمامنا لانطلاق خارج القائمة النهاردة كل من أحمد عدرب منعم وأحمد شكري وسعد سمير والسيد حمدي بالإضافة لأحمد نبيل منجا واللعب عمرو جمال الغائب النهاردة مع يعني اللعبين 24 لعب فقط في قائمة الأهل الإفريقية هذه الجماهير الأهلوية اللي يعني بتزيد عن العشرين ألف طلعوا وعشرين ألف تذكرة البعض دخل بدون تذاكر والأمن تدخل من الساعة سبعة في شد وجازم بين الأمن والجماهير هذه أمامنا استلام أبو تريكا أبو تريكا وليد سليمان شينو وليد سليمان العبا في المرمى ولد ولكن وليد سليمان هنا بقى يلمع حارس المرمى وتطلع الكرة إلى خارج الملعب هذه الكرات والصراع والقوة شوف بقى المسك هنا هذه عبدالله السعيد يا الله عبدالله عايزين بقى الأداء ومعاه النهاردة منيزة رقم عشرين اللي بيبزي الجهد كبير أوه في وسط الملعب مع اللعب ماسا ليسا هذه كرة وليد وليد شهيلة عرضية عايزي لعبها في المرمى هذه أمامنا هنا وليد يلعب بالقدم اليسرى روجرد الساعة المدرب اللي بيطمح في أن يحقق شيء مع هذا الفريق النهاردة عود غيابات الموجودة غياب رقم أربعة وغياب أيضا اللعب رقم رقم خمستاشر الغائب النهاردة عن التشكيلة محمد يوسف نجد محمد يوسف لعبين اللي كانوا جدين جدا نشعر بأنه مذاكر كويس بيتابع عنده وقعية من إن شاء الله يعني أنا من المتحيزين لمحمد يوسف أنا متحيز لمحمد يوسف إن شاء الله طبعنا يكمل جهوده وجهود لعبية ويفرح هذه الجماهير الموجودة اللي بتأدي بقوة طبعا في دورها التشجيع وكان في بعض القوة خارج الملعب لكن إن شاء الله الالتزام يعود شوفنا الليزر النهاردة الموجود بقوة أدي أماننا لمسة وليد على طول الكرة للمحمد أبوتريكا أدي عبدالله السعيد حرك له حلوة أو فاتحة وأدي أبوتريكا الله يا ربنا يلا postpل يلا أبوتريكا هو ده أبوتريكا هو ده أبوتريكا اللبسات النبسات معاليات إن اللبسات الحلوة معاليات الحلوة تابد للأهل محمد أبوتريكا هو ده آيما وأبدا يسجل في البراءات اللي هيا ويسجل هدفه الإفريقي في هذه المسابقة رقم 32 أبو تريكا أبو تريكا ولع الملعب يا أبو تريكا اسعد جماهينك يا أبو تريكا فرح المصريين يا أبو تريكا هذه أبدا الكرة شوفوا النادي الأهلي بقى نقلوها ومرروا الكرة وهذه الكرة عبد الله يسدد وأبو تريكا الكرة بتحبه الكرة بتكفه دائما وأبدا هو الرجل الذي يأتي من حظوظ وبين يعني الألقام اللي بتأتي من خلال بقى لبسات نفحات أمنيات هي نيار لهذا النجم الكبير محمد أبو تريكا بص شوفوا عبد الله السعيد وشوف بقى هنا الكرة التقاطها التقاطها وعملها يا ولد يا ولد يا لعيف لبس الفنان بإحساس بالتبد الأهلي تبد الحظ الأهلوية يأتي أبو تريكا بأول أهداف المباراة مع التلاقة مع يعني فرحة أهلوية مع اتزام إن شاء الله في مدرجات الملعب هدف دي أربعة وخمسين هذه الجماهير السعيدة بعض الزملاء الإعلاميين يعني موجودين في المدرجات معلق زميل حميد موجود في المدرجات الأهلوية كل واحد النهاردة أهلوي كل أهلاوي النهاردة باختلاف انتماءاتنا الكل مع الأهل الكل مع الفريق المصري اللي دائما يسعد هذه الجباهير باختلاف انتماءاتها وان شاء الله يكون الاهلي دائما نقول الاهلي في اليمن لا الاهلي ان شاء الله في المغرب البطولة كأس العالم الاندية اللي هتقام في المغرب ان شاء الله العام الحالي 2013 والعام القادم 2014 هذه كورة وليد سليمان أحمد عبد الظاهر وعندنا شيء للاهلي لمن يتابع في هذه اللحظات الفرحة حمراء محمد أبو تريكا دائما وابدا يأتي بأفراح يأتي بالأطراح يعني طبعا لجماهير أورلندو وبالأفراح لجماهير الاهلي الجماهير المصرية الحاضرة وبقوة هنا في هذه الحظات كورة ملعوبة على طول مانيزا مانيزا مسا ليسا جماهير السعيدة جاكابا أورلندو باريس يأتي هنا يعني إلى مقبرة القراصنة إلى مصر إلى الاستغادة وملاعبنا الملاعباء في القليلة ملعب المقاولين للعرب ترجع لطول الكورة مانيزا التزديدة بقى هنا بقى نشوف النادي الأهلي متقدم بهدف السيناريو الرائع اللي بيتمه هنا في ملعب اللقاء سيناريو يا رب يكتابل يا رب يكتابل هذا السيناريو ويستمر الاحتفال تستمر الفرحة مع هؤلاء النجوم الجيل الأعظم بصرف النظر عن أي نتيجة وعن أي لقب هو الجيل الأعظم في تاريخ كورت القدم المصرية هذه أمان هنا وليد سليمان خبرات اللعابين والجمعة وأحمد فاتحي وأبو تريكا والدعم بعبدالله السعيد ووليد سليمان ووليد سليمان الحقيقة برضو عامل مباراة طيبة حتى الآن اشتغل وليد وساد معوض تعليمات محمد يوسف الأداء الأهلاوي بيتحسن الأداء الهجومي بيتطور الفرحة بقت كبيرة في المدرجات الهدف الجميل اللي سجله أبو تريكا إزاي بيقتنس إزاي بيتمركن إزاي بيتواجد بعض يقول لك يعني ده اجتهاد ده اجتهاد للاعب يعني يستحق بالفعل الهدف الأول لللاعب أبو تريكا اللي بيمتع هذه الجمهير جول أبو تريكا نظل يعني نقول جول أبو تريكا إن شاء الله حتى يكتمل الفرح في هذه الليلة استلام على طول من جانب اللعب وليد سليمان وليد سليمان النادي الأهلي يظهر بواجه الحقيقة شوط الأول كان فيه نوع من الضغط العصبي الحضور الجماهيري ممكن يشكل عبء مسئلة مسئلة يرجى على طول إلى اللعب مسأليسة إلى مانيزة مانيزة مقطوعة نادي الأهلي بقى لازم يساكل هدف تاني ويطمين هذه استلام يا هودي عبدالله يلا يا عبدالله هط visionary عبدالله إنه أدمن عبدالله والتيكل على الله هيا الكرة بقى اللي جبا أبو تريكا اللي جبا أبو تريكا تسيدة عبدالله الصعيد فقط قوتها في الدفاع رحت لأبو تريكا عمل لامسة بقى يين لتشنج ولى حاجة لامسة حلوة أهداف حلو أبو تريكا الحقيقة هدف من الزمالك في اللقاء الأول اللي كان بالتعادل وهدف في مرمة الزمالك في اللقاء أربعة اتئين واحد من أجمل الأهداف وهدف في القطن وهدف أيضا في مرمى أورلاندو هدفه في القطن كان جميل أوي بيهدوء بثقة بلمس الفنان وهدفه أيضا في مرمى أورلاندو في الذهاب وهدفه في هذه الليلة هو دائما وأبدا يسجل في المباراة النهائية النجم الصفاقيسي 2006 والصفاقيسي أيضا 2006 النجم 2005 الصفاقيسي 2006 وأيضا في أورلاندو يعني عامل أهداف في المباراة النهائية وصل ل32 هدف بيقترب من النجم الكبير محمود الخطيب اللي في المدرجات النهاردة واللي عنده 37 هدف افريقي خلال مشواره مع النادي الاهلي محمد اموتريكا هدف اللقاء سجلة في الدقيقة 54 الاهلي واحد ارلاندو بايرس هادي امامنا كلاتي خلي بنا بالهجابات بقى المرتدة كلاتي مرة راتول الكورة خطرة جدا خطرة الكورة التحرك من جانب اللعب الخطير اللعب سيجوليلا خلي بنا من سيجوليلا الخطير مع اللعب كلاتي مع اللعب باسيلة شوت الاول كان بيتبادله المراكز استلام على طول من جانب اللعب مانيزا مانيزا الى الخطير اهو اللي بيأتي سيجوليلا خطرة جدا الكورة الى كلاتي كلاتي يرجع للخلف استلامها رحضو بمنطقة الجزاء وحاول التمرير ترجع الكورة الى اللعب باساليسا ماساليسا يغير اللعب لكن قوية شوية يحاول عليها باسيلة باسيلة يطلع بيها لخارج الملعب هادي امامنا باسيلة انضم من نادي بلون فونتين سلتك احنا الاندية في جنوب افريقيا في الفين وطلعتاشر بص شوف هنا بقى امامنا شوف ابو تريكا ما دقها ازاي صلحها العبدالله السعيد وراح وكمل ترتطم في جاكابا تأتي لابو تريكا التوقيفة والسند على طول يلطش بوش رجله يولع المدرجات يخلي الجمهور كله سعيد فرحان هي دي اللمسات اللي يعني بقول لحضراتكم اللمسات من نيات مدرسة مدرسة كبيرة ابو تريكا في كورة القدم نجم كبير له يعني نفحات له لمسات كبيرة جدا ولا يأتي هذا الامر بقى التوفيق من عند المولى لا يأتي صدفة اجتهاد وشخص اجتهد وتعب وربنا بيكرمه لان هو يستحق ان يكون يعني احد النجوم حقا الكبار في عالم كورة القدم المصرية والافريقية امامنا هنا بنتابع السراعة في وسط الملعب التحضير الاستلام على طول جانب اللعب خطر كلاتي ولكن شريف شريف اكرامي اول كورة شوط التاني الاهلي بدأ بقوة شفنا بقى اول كورة بعد ستين دقيقة من جانب اللعب تلاتي اول كورة خطيرة لهم كان كورة الشريف عفضيلي اللي رجعها وصيارة كانت اخطر كورة لكن تزيدت تلاتي وسط الملعب مرة تانية ترجع مسا ليسا الى جاكابا الى مطلبة لرقم تمانية عبدالله السعيد ايوة كده الضغط العالي من نادي الاهلي برضو اول لعب نادي الاهلي شوط التاني الضغط العالي استلام جميل قوي من جانب اللعب بصيلة خطرة جدا الكورة والكورة على طول الى خارج الملعب هذه امامنا هيدا اداء قوي شوف بقى محمد نجيب واقل جمعة في العمق الدفاعي حسام عشور واحمد فتحي اللي حتى الان نجد النادي الاهلي متفوق بهدف لابوتريكا هدف لمحمد ابوتريكا شريف اكرامي انفراد سيجوليلا شوط الاول كانت الكورة يعني الاخطر في مباراة اليوم انفراد صريح عدى من العمق نادي الاهلي يعالج الامور اللي كان عليها في شوط الاول نسبة الميس باس قالت الاداء اصبح متوازن التحكم في الكورة بدأ يشتغل عبدالله السعيد ووليد سليمان بدأ ابوتريكا يظهر نادي الاهلي نكة المدلاء الموجودة فيها ابو السعود في حراسة المرمى ورابي ربيعة واحمد شديد اناوي وعمد متع وشهاب الدين احمد هدي القائمة الموجودة النهاردة اللي ملوش نصيب يلعب ده مش تقليل منه النادي الاهلي بمن حضر في لقاء اليوم ادي امامنا الاستلام عبدالله السعيد عبدالله عدى عبدالله فيه لمسة يد ممتازة ويتحت الفرصة ابوتريكا ابوتريكا النادي الاهلي لعبدالله السعيد سبها لابوتريكا امامنا هنا التحرك ابوتريكا الشمال اللي بتحب الكورة اللي شفناها في مباراة السفاقينسي لك المرة دي وليد سليمان الى خارج الماضي هجمة كانت مفروض تخلص بشكل افضل من كده الهجمة الماضية دي لازم كانت تنتهي نهاية افضل من كده من اللعب وليد سليمان هادي التزيدة من جانب اللعب شريف اكرامي على مرتين تزيدة من جانب اللعب تمانية وعشرين سنة سوبر سبورت يونايتد اللعب ده معاه يعني لقب الدوري ثلاث مرات ولقب الدوري مرتين وامدنا الكورات بقى الامامية لكن شريف اكرامي بدأوا يلعبوا على الكورات اللي في العمق في اتجاه اللعب باصيلة وفي اتجاه اللعب سيجوليلا لكن شريف اكرامي ممتاز يا شريف محمد نجيب والجمعة عملوا مبارك بي لقب مبارات الزهاب اللي كانت اقيمت فيه طبعا ملعب فريق نادي اورلاندو بايرتز من سويتو هتبقى الملاطق الصعبة جدا في جنوب افريقيا جنوب افريقيا يعني تعتبر يعني قار تقريبا يعني لوح بمساحة كبيرة جدا شاسعة المسافة ما بين كيب تاون وجو بيرج جوهانسبرج يعني حوالي ساعتين بالطائرة ادي امامنا انطلاقة خطيرة جدا كورات اللي في العمق خطره خلي بالك يا شريف خلي بالك يا شريف محمد لله يضيع باصيلة شوف الكورة بقى اللي في العمق ومفراد ضيع من باصيلة وكورة خطيرة جدا يا شريفي اكرامي يا شريفي اكرامي ادي امامنا شريف يطلع في الاولى عدي منه مسيلة. والكرة بقى ايه? شفت لعبت ازاي? ضغطوا علينا هو. واتمررت كرة خطرة جدا. من جانب اللعب رقم حداشر ميني. ودي امامنا الكرة. اللي يعني ايه? تحف كده في العرضة. وتروح الى سيجو ليلا. وسيجو ليلا. ودي امامنا وزير الرياضة كابتن طهر ابو زيد. امامنا هو بقى بالاحساس الاهلاوي. يعني بالهو. شف هنا بقى المشاعر. وجمال علام. ودي الكرة البينية خلف هواء الجمعة. وخلف محمد نجيب. اطلع شريف برابو شريف عطاله شوية. يعاملوا شوية باسيلا يلعب. وكرة باسيلا هيتحف في العرضة كرة في العرضة. من باسيلا وبعدها كرة خطرة جدا من اللعب. سيجو ليلا تقلق من شريف اكرامس. هيا شريف ما شهلش. لكن نخلي بقى الكرات اللي في العمق واحدة في كل شوت. سيجو ليلا ضيع واحدة في الشوت الاول. الانفراض اللي كان في دقيقة عشرين وانقذها شريف. والكرة بقى اللي كانت جد او من باسيلا. تلعب تخلف المدافعين فرق السرعة. ودي استلام هنا. ولسه لما هدف تاني ريحنا. يلعبها حلوة لبوتريكا. لكن تغطية دفاعية. من جانب اللعب مع مودسو. مع مودسو مرة تانية لعبدالله السعيد. نادي الاهلي يستلم كرة. يعدي من مطلبة. يرجع في وسط ملعب. حسام عشور للخلف على طول الكرة. ترجع الى محمد نجيب من نادي الاهلي بناء الهجمات. سيد معاوض الضغط العالي. عدي سيد. لكن يحط جزمه سرعة كبيرة قوي. في الاداء لك اللعب اللي النهاردة بيلعب اللي اعتبر نقطة ضعف. في غياب هابي جيلي رقم اربعة. وفي غياب ايضا اللعب جالي رقم خمستاشر. ادي حسام عشور لازم نقرب من بعد كده. وليد سليمان يخلص على طول وليد الكرة. لكن هنا بقى الادوار الدفاعية. ويطلع حسام عشور الكرة الى خارج الملعب. كرة ملعوبة رمي التماس. يبحث عن التعادل. فريق نادي ارلاندو فارس. عمامنا كرة ترجع مرة تانية. في وسط الملعب لك. هذه امامنا هنا حسار من اللعب نادي ارلاندو فارس. كرة ملعوبة يحاول من خلالها الاختراق. استلام من جنب اللعب المتسلل. سيجوليلا. تسلل من سيجوليلا. كرة خطر اوي في العرضة في الديعة الوستين الانفراد اللي اتعامل. شوف امامنا الكرات بقى اللي بيلعبوا عليها الكرات اللي في العمق. نادي الاهلي لابد ان يكون انتشاره الدفاعي وتمركزه الدفاعي ورقامة دفاعية اقوى من كده. ونبتدي نضغط على اللعب اللي بيأتي من عمق الملعب. سواء سيجوليلا او كلاتي. كرات ايضا اللي بيتبادل فيها ميني. سفيسو رقم حداشر مركزه. ابو تريكا صاحب هدف مباراة اليوم. ابو تريكا. الهدف الخامس ليه في هذه المطولة. كمس اهدف للنجمة ابو تريكا. يخبزها حلوة اوي. ودي عبدالزاهر. يا عبدالزاهر. يا عبدالزاهر. خلص يا عبدالزاهر. احمد عبدالزاهر امامنا اينا. ادي امامنا انشاءة الارض احمد عبدالزاهر. شوف بقى الضغط والتوتر. وشوف بقى ده ضغط ده ضغط عصر. شوف اللمسة الحلوة المرادي. يا ولد الكرة ملموسة حلوة او من عبدالله السعيد. وامامنا هنا التحرك الجميل. ده متريكا والله اللي لامسة متريكا اللي عمل اللمسة. يدي هدية لعبدالزاهر. عبدالزاهر يعني مش عايز يسجل في هذه الليلة كرة يلتش هي اماننا لكن تطلع الى خارج الملعب فرصة كبيرة او ديها ستة وستين اللي جات لايه احمد عبدالظاهر الى خارج الملعب هدف تاني ريحنا هدي اماننا اللعب مانيزا 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 يرجع للخلف يرجع الى ماتسومو لعب مع موتسا مع موتسا الى جاكابا هدي جاكابا رقم اتنين سبعة وعشرين سنة لعب دولي مع المتخب في مباراة واحدة مع المتخب غنوب افريقيا على طول الى لاكي ادي لاكي التحرك في اليمين لاكي يمرر الكورة ترجع على طول الكورة من جانب اللعب مياني لكن يشيل على طول واقل جمعة واقل جمعة وليد سليمان تعم وليد وليد بقى يعني ايه بدأ كده يعني شاتت اتمنى اشوف رامي ربيعة ادي اماننا بالتابع ادي واقل جمعة يشيل على طول المراضي التغطيح سامح الشهور لمسا حلوة اوي يا سلام عليك يا متريك يا لعيب العبدالله السعيد استعجلت عبدالله الهاجمة كتلازم تمشي الولي سليمان ترجع مرة تانية الكورة يطلع شريف اكرامي المباراة في الديئة سامعة وستين النادي الاهلي متقدم بهدف لمحمد ابوتريكا وامامنا هنا هو كابتن محمود الخطيب نجم الكبير ورمن والجوزي شوف النادي الاهلي والتفاف الجميع كابتن محمود الخطيب وبجواره على فكرة يجلس على يساره المهندس الشام سعيد اللي كان مسؤول عن التنظيم لهذه المباراة حتى الان النادي الاهلي متفوق في هذه الامسية في هذه الليلة وامامنا كورة ملعوبة ملعوبة عرضية لكن ليس هناك تواجد هجومي وكورة تطلع الى خارج الملعب كورة عبدالله السعيد الى خارج الملعب الاهلي يتفوق المهم التركيز شريف اكرامي حتى الان حقيقة عام المباراة كبيرة عايزين هدف تاني يريحنا ونخلص عليهم نخلص على حماس لعيب نادي اورلاندو بايرتس يعني الفريق الخطير الفريق القوي اللي بيحاول نادي الاهلي سجل بمهارة خاصة نابو تريكا ربي التماس عن نادي الاهلي تركيز مهمة قوي ونستفيد من لقاء الذهاب كنا متقدمين حتى الثواني الاخيرة من الوقت المحتسن بدل الضاع وسجل فينا هدف امامنا هنا بنتابع نادي الاهلي يحاول على طريق اللعب امامنا هو الجنوب افريقي نادي اورلاندو اللعب مانيزة اللي بيادئ يمين ناحية اليمين مساليسة عمل زيادة بمانيزة في النواحي الهجومية بيخلي اللعب مساليسة عايزين بقى الهجبات المرتدة مرتريكة وعبدالله السعيد ادي كرة عالية يا شريف يا ولد يا شريف يا ولد يا شريف كرة من الحارس سانجيوم ييوا يلعب كرة امامية لكن شريف اكرامي يطلع باختدار ادي الجماهين اللي اتت من جنوب افريقيا الجالية الموجودة في مصر اللي بيتابعوا اللقاء الحضور الجماهين المصري كبير هنا في ملعب القلو العرب استاد المعلم عثمان عبد عثمان والمعلم ابو تريكا سجل هدف اللقاء الوحيد في هذه المباراة اللي يعطي الاهلي ان شاء الله الامال الكبيرة في لقب البطولة اللقب التامن الزهاب الى كأس العلم العندية المرة الخامسة Data Swaya مع اوكουلند نيوزيراندي بخمس مشاركات بطولات كأس العلم العندية كانت الاهلي كان ثالث في الفين وستة لاحني zestاش الاهلي كان الرابع في النسخة الاخيرة من البطولة المشاركات السابقة في الفين وخمسة والفين وثمانية كان يعني احتلال المركز السادس استلامها لطول تحضير من تحضير جانب هسام عشوني يرجع الى محمد نجيب يا ولد نجيب نجيب الى سايد معاود سايد معاود سايد ينطلق سايد معاود الى وليد سليمان محطة هجومية مهمة النادي الاهلي يشير حلو اوي وليد الى سايد معاود لكن على طول يغطي لك يتطلع الى خارج الملعب عايزين نواصل السيطرة التحكم في الكرة النقلات الكتيرة من اللعب النادي الاهلي مش لازم تخلص كده يا وليد مرر كتير تحرك يبقى قوي الاداء الاهلاوي الاهلي متقدم امام جماهيره امام عشاق وامام محبيه بهذه النتيجة حتى الان بالهدف بكل التوفيق لمصر والنادي الاهلي وارلندو فريق جيد يعني لازم يكون فيه نوع من الحذر استلم في وسط الملعب هنا امامنا الكرة ومحاولة هل يأتي دور بقى رمي ربيعة ولا ننتظر بقى هو اللي عنده الرؤية هو اللي عنده القرار وسط الملعب ماسا ليسا ماسا ليسا ماسا ليسا المحاولات الى اللعب ميني ميني لكن يا سلام يا وائل يا سلام يا وائل يا جمعة عطى حلوة اوي وائل جمعة محمد نجيب حقيقة مباراة السابقة والمباراة اللي امامي يعني من جمعة آآ وائل جمعة ومحمد نجيب امامنا هنا كرة الانطلاقة وعبدالله السعيد شد تاني نجمة ادي امامنا عدة حلوة اوي بمهارة يا ولد يا لعيب ملعوبة جميلة جدا من اللعب شريف الى محمد ابوتريكا الى خارج الملعب محمد ابوتريكا اربعة خمسة وثلاثين سنة ابوتريكا دلوقتي خلاص خمسة وثلاثين سنة نين وثلاثين هدف افريقي لعب يملك يعني حب الجماهير الاتفاف الجماهير الكبير حول ابوتريكا مر بظروف صعبة في الاونة الاخيرة لكن يتماسك دائما ويأتي بالاهداف فيسعد الجماهير ويمتع الجماهير كما هو عادته النجم الكبير محمد ابوتريكا الملقب بامير القلوب الزميل اشرف محمود مسبيه امير القلوب هو بالفعل امير القلوب هادي امامنا واقل جمعة ان شاء الله يا واقل ما شاء الله على واقل النهار ده محمد نجيب وهادي امامنا هنا عبدالله السعيد شو بقى الدخلة دي يعني ورغم ايه التحجيز الموجود من جانب اللعب سيجوليلا قرار الاعتزال كما قال اه منوال جوزي يعني حق مشروع لللاعبين بعض اللاعبين بعض الاسماء هنسمع انه ممكن يودعه الملاعب هادي وليد سليمان مجهود كبير اوي وليد كان عنده اصابة بجازع في الكاحل كان فيش كوك حول المشاركة كان دكتور ايهب علي الحقيقة يعني اكد سلامته واكد انه هيلعب وهيشارك وبالفعل يلعب ويشارك احمد شديد البديل القادم احمد شديد اناوي البديل القادم اللي هيشارك في هذه اللحظات امامنا هو من ابناء النادي الاهلي لعب في المصر لفترة رجع مرة تانية عنصر مع المتاخب الاول ومن اللاعبين حقيقة اللي بيملكه اداء اه يعني اه في وسط الملعب وجهة اليسار وهيلعب بيه في وسط الملعب يدعم شوية امام اه سيد معاوض هيشارك هيشارك امامنا طبعا مش مسجل مصعد عوض ولا احمد خيري ولا صبر رحيل صفقات الاهلي مش مسجلين ادي امامنا هنا تبديل اول هيطلع وليد سليمان وينزل مكانه احمد شديد اناوي يلا يا شديد عايزينك تكون شديد والاهلي دائما يعني دائما وابدا الاهلي بالروح بالالتزام بالانضباط في منظومة متكاملة في اهل الارقام القياسية عشرين نهائي ادي امامنا سجد شكر من وليد سليمان عشرين نهائي عشرة دور الابطال اربعة في الكووس الافريقية ستة في السوبر الافريقي ستاشر بطولة للقارع الحمراء بقى النادي ريال مدريد تسعتاشر نهائي لعب فيهم الميلا يعني اللي عنده اكبر القاب في اوروبا عنده اربعتاشر لقب قاري ويعني عالمي والنادي الاهلي يبحث بقى عن لقب جديد عن بطولة جديدة اندي المصرية لديها تلاتاشر لقب في دور الابطال الافريقي سبعة للاهلي خمسة للزمالك والاسماعيلي درويش كانوا اول القاب هذه المسابقة للكرة المصرية امامنا بنتابع ارضية خطرة جدا وكرة عالشة والدفاع ويشيل ساد معاوط يا ولد يا ولد يا سيد اول كرة الشديد هذه امامنا بقى الدور اللي بيحاول يخفف فيه الضغط خرج وليد سليمان نزل مكانه احمد شديد يشيل عطول ساد معاوط الكرات الامامية لازم كرة تطلع لواحد وسط الملعب كرة مقطوعة من احمد فتحي احمد فتحي يحاول يخلص كرة يا احمد فتحي يا لعيف اطاحها برجولة وفدائية روح مهمة قوي ودي امامنا ابو تريكا ابو تريكا يا ابو تريكا لعيف يحير يلف حوالين نفسه ابو تريكا صاحب هدف اللقاء صاحب الفرح في هذه الليلة في ليلة النادي الاهلي في الليلة المصرية في هذه المباراة في ملعب لقلون العرب الهدف الاهلاوي الوحيد لابو تريكا اللي جي في الدي اربعة وخمسين من تزديدة لعبدالله السعيد منتظرها وفي مكانه وفي زمانه دائما وابد ان ابو تريكا يضعها في مرمى الحارس سينزيوم يوي وسط الملعب الاهلاوي ادي ابو تريكا ابو تريكا عادة حلوة اوه ابو تريكا حط جسمه بشكل رائع وبعال لعب مطلب ابو تريكا شوفوا بقى الدور شوفوا الخبرات بقى والادوار والسيقة لعيم النادي الاهلي يظهروا ويظهر معدنهم الاصيل في اللحظات الصعبة شريف عن فضيل لما شريف عملها شريف صعبة شواء شريف صعبة شريف الكرة دي طبعا شريف عايز يعمل قوة مع اللعب قوي كرة بتعدي خطرة جدا ادي امامنا السرعة بسيلا خلي بقى ان محمد نجيب سمام امان نجيبه بسيلا لكن يا ولد يا ولد على التغطية يا نجب يا نجب يا كبير احمد فتح يقطع كرة خطرة جدا لبسيلا عندهم سرعة وعندهم قوة عندهم مهارة لكن يعيبهم اللمسة الاخيرة في لقاءهم مع التراج يتعادلوا واحد واحد وتآهلوا بهذا التعادل بعد ما ضيعوا ايه ضيعوا فرص بالجملة ادي امامنا هنا العلاج الفوري للعب النادي الاهلي ادي احمد عبدالزاهر بحطة في لقاء اليوم احمد عبدالزاهر القادم من نادي انفي في يناير الفين وطلعتاشر كان لعب وبدأ في البلدية وهينزل بقى كولينز كولينز اللعب مابسيما يطلع امامنا سيجوليلا رقم تلاتة وعشرين وينزل كولينز مابسيما اللعب الزنبي اللي يعني احد اللعبين يطلع سيجوليلا بعد ما عمل مجهود كبير اوي سيجوليلا وينزل اللعب مابسيما اللي سجل هدفين في مرمى مازينبي الكرة الامامية الدفاع المتواضع جكابة دفاعهم متواضع اللي اتفرج على اورلاندو دفاع متواضع عدوهم قوة هجومية وقوة في وسط الملعب لكن دفاعهم متواضع ادي امامنا هنا الكرة شايف عبدالفضيل يلعب كرة لطول الكرة الاهلوية ويا ولد عايز يعدي عايز يعملها لنفسه هنا يا عبدالله السعيد لكن مقطوعة مرة تانية نادي اورلاندو نادي الاهلي لازم يضغط في وسط الملعب ادي امامنا احمد فتحي من نجوم اللقاء احمد فتحي يمرر لبوتريكا لنشوط التانية بوتريكا يعني حول دفة اللقاء تقلق ابوتريكا فظهر الاهلي بشكله الحقيقي وازبح الاهلي المخيف المرعب هنا في ملعب المقاولون البديل شديد اناوي مقطوعة من احمد شديد تبدأ الهجمة للعب اللي مضيع فرصة منذ لحظات اللعب الامامنا اللعب باسيلة ضيع فرصة كبيرة اوي باسيلة وارتدت الى سيجوليلا وانقذها كانت يعني ارتطمت في العرضة في الدقيقة تلوستين هدي بقى الملعب هدي الكورة ادي ابوتريكا شوفها ابوتريكا القوة والعطاء مع اللعب مطلبة شوفوا اقف على كورته امامنا هنا بمهارة وإلم وبرحته جدا هي دي الخبرة هي دي الخبرات شريفة عبدالفضيل اللي بيقدي وبيقدي اداء متميز والكورة بقى الماضي دي كان يعني دسعى لها كده عايز يعملها بكعب ومرة تانية الى خارج الملعب نادي الاهلي تبديل بعد خروج وليد سليمان لشعوره بارهاق ونزول احمد شديد اناوي البديل اللي دخل منذ لحظات لكي لكي لكويسي لعب الدولي رقم 14 قائد الفريق النادي الاهلي والاميرة السمراء عن عشق وحب وحلم الجماهير البصرية ان شاء الله الحلم يكون هنا في ارض الواقع يكون حقيقة ويكون لقب للاهلي بازن الله هادي امامنا هنا عطوية ولد محمد نجيب عمل شوت تاني محمد نجيب ممتاز وهنا بقى تدقل وخطأ لصالح حسام عشور حسام عشور انا سعيد بالجماهير اللي جوه الملعب معرفش بقى لبرة الملعب عملت ايه لان بعض الاخبار جات لي ان يعني كان فيه تدافع من الجماهير والامن اتعامل معاهم والدعم الجماهيري مهم عدم تخطي الحدود في الملعب لكن الليزر حقيقة يعني عامل اقالق في الملعب عودة الجماهير للمدرجات الحب والانتماء ظهر من جماهير لداخل الملعب العشق واضح واللعيبة ردت يعني الجميل والنهاردة بوتريكا سجل هدف اللقاء الوحيد وليس بوتريكا يعني معناه انه هو النجم الاول لان الاهلي يعني نجوميته في فريقه في جماعيته في الروح والاسرال عند اللعبين ادي احمد شديد احمد شديد يحاول احمد شديد ادي امام نكور احمد شديد يلعب عرضية حلوة وانتظاره عبدالله السعيد السلام حلو عبدالله والدعم من احمد فتحي وتزديده والجول التاني يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد احمد عبدالزاهر احمد عبدالزاهر والظاهر من لغة بهلاوي احمد عبدالزاهر يعلنها حمراء والهدف التاني في الديئة 78 سابعين أحمد عبدالظاهر شغن الكورة من شديد لعبطان السعيد لأحمد فتحي لأحمد عبدالظاهر الأهل حديد الأهل حديد الأهل يجيب الهدف الثاني هدف لموتريكا في الديئة الـ 54 وهدف لعبدالظاهر في الديئة الـ 78 لا تقول لي أورلاندو ولا تقول لي كايزر تيفز ولا تقول لي مازيبي ولا تقول لي حاجة دنادي الأهلي هنا الاهلي هنا يا سادة الاهلي هنا يا سادة يفعالها في هذه اللحظات عبدالظاهر يسنجل تلت أهدافه في هذه المسابقة هذه أمان عبدالظاهر لكن بص شوف عبدالله السعيد لا أحمد فتحي وعبدالظاهر استخدم بقى إيه؟ استخدم العقل غشاها من أمودريكة مش مهم المهم المحصلة أهلوية بص لشوف عبدالله السعيد أحمد فتحي ومستنيها ومستنيها والسن ده بقى من لبسة واحدة يا ورد يا ورد يا قناص ياحمد عبد الزهر اتلغالك هدف في مباراة الزهاب النهاردة بقى يسجل وتسجل عشان تولع البلعب وتسعد هذه الجماهير الاهلي على اعتاب اعتاب مجد جديد ارقام قياسية لنجوب الكرة الاهلوية هنا في هذه الليلة الفرحة كبيرة لان الاهلي يحتفظ ان شاء الله بكأس البطولة خد البطولة بإذن الله في ثلاث ملاعب والجمعة هيبقى عنده ست بطولات في هذه البطولة الكبيرة محمد يوسف اول بطولة ولا ننسى ان الاهلي لا يلعب في دوري ولا يلعب في كأس ويأتي باللقب حتى الآن اتنين لا شيء وامامنا السعادة وخلي بالك خلي بالك خلي بالك يشيل كرة من جانب اللعب اللي كان منفرد في هذه اللقطة فرصة كبيرة قوي من المديل اللعب ممسوعة اللعب الزنبي ضيع فرصة الفراد شريف اكرامي نجم يا شريف نجم يا شريف اكرامي امامنا هنا بالفعل ابن وحش افريقيا ابن وحش افريقيا الكابتن اكرامي النجم الكبير ادي شريف اكرامي احضنها بصها حقك يا شريف النهر هي ليلتك يا شريف هي ليلتك يا شريف امامنا هنا الهدف التاني يا سلامي عبدالظاهر ريحت عصابنا وريحتنا ابو تريكا في الديق اربعة وخمسين ويأتي احمد عبدالظاهر بالهدف التاني ديقى تمانية وسبعين في لعب في ارض الملعب وبيلعبه وبيحاولوا ودي امامنا هنا الكورة الى اللعب مبسومة التزيدات القوية كورة قوية جدا مما نييزة مرة تانية فريق نادي اورلندو بيضغط بشراسة بيحاول وصلنا لديها واحده تمانين يعادك لاتيه لكن عبدالله السعيد خلاص روح الفنين الحمرة هي اللي بتظهر في هذه اللحظات هي اللي بتأتي بالانتصارات هي السر يعني فيه النادي الاهل القلع الحمراء هو مصدر السعادة هو مصدر المتعة في كورة القدم المصرية بعد ان يعني اهضر لعب المنتخم يعني بريق الكورة المصرية صمعة الكورة المصرية ولكن امامنا هنا لعبت الاهل يعني بيستأسده طب هو من لعبت المنتخم هي اسرار ولكن بألوان الاهل يأتي هنا الاهل بهذا اللقب والبحث عن اللقب التامن وبالفعل الاميرة السمراء هتكون في هذه الليلة في احضان في احضان من تحب في احضان الفارس الاهلاوي المتفوق حتى لا نتنين لنا شيء ودي امامنا قال لك هاجي اخذ البطولة من مصر ها ها سلامات يا رجل ديساء يعني في هذه المباراة الخبرة والتاريخ ليست كافية ولكن الاهل يأتي بالبطولة بالجهد والعرق اذا كنا نعتمد على التاريخ وعلى الخبرة يبقى لن تتحدث الا عن الكورة المصرية ولكن هنا الاهل بجهد وعطاء يأتي بلقب البطولة في هذه اللحظات السمعة لصاحب البصمة دائما صاحب البصمة على وجوه وشفاه المصريين الافراح ان شاء الله تنطلق بعزيمة واسرار الرجال الاهلي واخلاص يعني اللاعبين ونسيان ما تم في الشارع المصري عايزين بقى نشوف فرحة الشارع المصري وحشيته الافراح بقى نكتير في احسان بقى نكتير في مشاكل في مظاهرات في امور كثيرة هي الرياضة يعني دائما تخافف عن الشعوب هي مصدر المتعة والمتعة حاضرة النهاردة الاهلي متفوق اتنين لشيء على اورلندو عسان يتوج ان شاء الله بعد لحظات بلقبه الثامن في هذه البطولة لشريف عبد الفضيل هل بالك يا شريف عندك انزار يا شريف عندك انزار يا شريف في الشirdi الشط الأول بداية تلو تلتين عمى مندافع اوي شريف وهيلعب الاهلي بقى بعشر اللاعبين بعد طرد شريف عبد الفضيل بالانزار التاني في الديئة تلاتة وتمانين سبع دقايق متبقية واندفاع نفس اللاعب نفس الكورة يعني بالكربون نفس الخطأ مش معقول يا شريف عبد الفضيل بقى مش معقول للوقت المتبقي لسه متبقف حوالي سبع دقائق ونص وشوف بقى الالتحام في كرة فوس الملعب في كرة ميتة لكن حماس وحماس بقى مفروض يقنن وهيطلع لطارده شريف عبد الفضيل ومحمد يوسف ان شوف بقى يعمل ايه ينظر لدكة المدلاء يدفع بمن عنده لسه رامي ربيعة وعمد متعب ودومينيك وتريزي جي وشهاب ودي امامنا روجرد الساق اللي تحدث عن امكانية احضار البطولة من القاهرة وزير الرياضة طائر ابو زيد كابتن حسن حمدي نجوم النادي الاهلي جمال علام ومن ننساش طبعا عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي وهو من يملك هذه الكأس كأس الاميرة الصمراء في احضار النادي الاهلي الاهلي بعشرة اللاعبين لطارد اللاعب وحصوله على انزار تاني شيف عبد الفضيل شوت الاول في كرة عالية كانت مع نفس اللاعب اللاعب كلا تي وخد انزار دية تلاتين ثم انزار تاني في دية تلاتين عشان يكمل الاهلي اللقاء بالعدد اللي امامنا بعشرة اللاعبين كلنا على طول ملعوب النادي الاهلي الضغط الاهلاوي ضغط الاهلاوي القوي اللي سجل من خلاله الاهلي هذا فان الاهلي الممتع الاهلي الرهيب في اللقاء اليوم حتى هذه اللحظة هاي الجماهير المتحمس احمد فتح بيرجع كزايل شوف ابامنا هيدا على طول عمل يعني تعديل في اللاعبين اللي في الملعب بيرجع احمد فتح ويرجع عبدالله السعيد يلعب بجوار حسام عشور. هذه الجماهير. هذه الجماهير. تشوف الالوان الحمراء والرؤية. رؤية حلوة. صورة حلوة. مدرجات ممتلئة. وجماهير عظيمة. شفنا جماهير الزمالك بالامس في مبارات الجونة لكن باعداد اقل. لكن بامتسال والتزام وتشجيع حضاري. والنهاردة جماهير الاهلي اللي داخل الملعب. انا بتكلم عن داخل ملعب. حضارية جدا. بتشجع. بتنتبي للنادي الاهلي. بتقدم صورة. تجعل اقتراب النشاط قريب ان شاء الله. مع عودة الجماهير. اتمئنان ايضا في لقاء القادر امام غانا. اللي يهمنا ان شاء الله مش مهم التقاهل خلاص. احنا فرصنا ليس بفرص كبيرة. لكن على الان فوز ادي امامنا. قصة الهدف التاني الجميل. مرجحة احمد شديد في الشمال لليمين لعبدالله السعيد. لا احمد فتحين اللي في العبق عبدالزاهر. اللي بيطلع وبينزل مكانه رامي ربيعة. ادي السعادة والفرحة. لمن يستحق بالفعل. محمد يوسف طحية خاصة. وينزل رامي ربيعة. احد اللاعبين اللي سجلوا اسمهم مع النادي الاهلي. كان صعاده كابتن عبدالله. شايف كابتن زيزو للفريق الاول للنادي الاهلي الفين وتسعة. لعبين وميزين اوي رامي ربيعة. وان كان اصابته وجراحة في الرجبة في المانيا ابعادته. لكن نشك قوة وعنصر اساسي وهام مع النادي الاهلي في الايام القادمة. يعني لسه الرجل ما كملش عشرين سنة. ولسه المستقبل امامه. التبديل التاني لنادي الاهلي. خروج احمد عبدالزاهر صاحب الهدف التاني. ونزول ربيعة. ادي امامنا هنا المحاولة. كرة على طول ملعوبة. بنصر للديع ستة وتمانين. الاهلي على اعتاب. على اعتاب اللقب التابت. على اعتاب الاحتفاظ بجهدي الكأس مدى الحياة. لقب التالت. الاحتفاظ بالكأس. اجمل صور اللقاء. هو لقطة الجماهير اللي امامي بالالوان الحمراء. الجماهير المحبة. بعد يقول لك مستعجلين على ان البطولة الاهلي ان شاء الله يعني الوقت المتبقي. والطرد ان شاء الله لن يؤثر على النادي الاهلي. الفرحة كبيرة. وبالفعل الله اكبر بالفعل. هادي تبديل. تبديل هنا بيتم. بينزل اللعب رقم سبعة وعشرين. اللعب مكويلة. مكويلة. هادي امامنا مكويلة. اللي دخل كمديل في هادي اللحظات رقم سبعة وعشرين. هادي تبديل يطلع. اه شوف بقول حلالكم من اللي خرج? هادي مكويلة. تبديل تم السريع. ديزل كان مبسومة. وكان خرج اللعب سيجوليلة. وامامنا تنين لشاء للنادي الاهلي. كورا على طول تبعد. شريف اخطأ. لكن اللعيب الاهلي بقى عليهم الالتزام والاستمرار في الاداء وبنفس القوة. خطأ لصالح. نادي اورلاندو باريس. حكم اللقاء بكاري جسامة. الجنبي. لأشهر بطاقة حمراء. نشوف امامنا هنا. ده رقم سبعة ده اللي خرج. ونزل المكانه رقم سبعة وعشرين. خرج اللعب تلاتة. مش معقول سبعة دقايق. ادي كورة عالية. نلعب وفي الديقة سبعة وتمانين. يرفع. يرفع امامنا سبعة. ده التبديل اللي تم. نزل مكان رقم سبعة. رقم سبعة عشرين اللعب. اه مكويلة. هنا امامنا بالتابع. كورة بالنادي الاهلي. كورات الامامية. ابو تريكا. ابو تريكا. ابو تريكا. لكن في راية في تسلل. في راية وفي تسلل. في راية وفي تسلل. على النادي الاهلي في هديه اللي اقدر. نادي الاهلي بعشر اللعبين. لكن عشرة ايه? عشرة بروح الفانيلا الحمراء ايبو 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 احداشر. واكتر. الترس اهلاوي. اللي بيساند. واللي يدعم النادي الاهلي الاهلي حقيقة يعني صمعت الكرة المصرية تاريخ كرط القدم المصرية النادي الاهلي يحقق شيء جميل للانتماء للمصريين لكرة القدم المصرية مصدر سعادة مصدر بهجة دائم دايما يا رب النادي الاهلي هو يلحق ميزة مالك والاسماعيلي وتشوف الكرة المصرية دائما وابدا في افضل المراكز في اعلى المراتب كرة الى خارج الملعب الوقت يمضي دخلنا عالديقة تمانية وتمانين الجماهير السعيدة تعود إلى المدرجات ألترس يعني الأهلاوي ألترس وينرز يعني منشوف هنا الجماهير الأهلاوية اللي متتابع متساند أدي أماننا اللعب باصيلة باصيلة الكرات اللي بيحاولوا من خلالها ترجع على طول الكرة إلى لكي الجماهير تصفر لأن حال وقت النهاية اللي احتفاظ بهذه النتيجة كرة الأمامية على طول خطيرة الكرة اللي بيحاول لعب مانيزة رقم عشرين اللعب الوسط اللي بدأ يلعب أدوار الهجومية مانيزة اعتماد على مانيزة اعتماد على اللعب نفسومة كوليج نفسومة اللعب الزمي الكرة اللي في العم معطوعة الكرة يبدأ أحمد شديد هاجمة أحمد يا جديد طلص يا جديد على طول لكن كرة لسه معا جديد يطلع الكرة أمامية في اتجاه الناجمة أبو تريكا خرج عبدالظاهر ولز الأمامنا هو أبو تريكا بيلعب كراس حربا هو كان بيلعب تحت أحمد عبدالظاهر هدف لأبو تريكا في الديئة 54 هدف لأحمد عبدالظاهر في الديئة 78 الهدفين فيهم نعمل التقارب لأن في المرتين كانت المحاولة من خلال تزديدات تزديدة كانت للعب عبدالله السعيد والتقطها أبو تريكا كده بمهارته وحطها والكرة التانية أيضا اتحضرت من عبدالله السعيد لأحمد فتحي وبرضو خدها في السكة أحمد عبدالظاهر هدف ضائع إن شاء الله كرة إلى خارج الملعب وفرصة كبيرة جدا بالضيع من جانب الفريق الجنوب أفيقي فريق نادي أورلندو طبعا فايرتس كرة إلى خارج الملعب من جانب اللعب البديل اللعب ماكويلة شريف إكرامي نجم شريف إكرامي في مشوار الأهلي في يدي البطولة أمام القطن الصعوبة لما تتعادل المباراة للأمطار وبعدها 24 ساعة وبقوياته إلى القاهرة واحد واحد وركلات ترجيح بالفعل الأهلي حقق إعجاز في هذه البطولة إنجاز إعجازي للنادي الأهلي البطولة للعام التاني على التوالي يحتفظ الأهلي كما فعلها من قبل 2005-2006 هنا أماننا أحمد شديد أحمد شديد يرجع على طول المشاركة الخامسة في كاس العالم للأندي بإذن الله انتظرونا في المغرب أمام فريق الصيني الفريق جوانجو الفريق الصيني اللي بدربه ليبي الإيطالي اللي فاز باللقب والفائز هيلقي الفائز طبعا هيلقي نادي باير ميونيخ الألماني مباراة الأولى 14 في طبعا في دور أبطال إفريق إحنا لسه في اللقاء ده نتكلم على كاس عالم الأندية بقى عشان اللي بيتابع واللي بيحب يزبق واللي بيحب يروح والجوائز مليون ونصف دولار غير بقى المليون ونصف اللي ها إن شاء الله في البطولة مع إمكانية الوصول إلى مبالغ خمسة مليون لفات بالبطولة هذي أماننا بنتابع عبدالله السعيد عبدالله كورة حلوة حلوة من عبدالله السعيد كان عايز يشارك في فرحة الأهداف في هذه الليلة الفرصة الأهلوية عبدالله السعيد كورة طبعد ما زلنا نتابع الصعوبات تقول لحضراتكم نادي الأهلي بتنبي يجعلها يا سلام يا نجيب يا سلام يا نجيب عشان نديك حقك حمد نجيب بقى الشوط التاني مع وقل جمعة صحيح القوة في فريق نادي أورلاندو بايروس لم تزر أربع دقائق وقت مدى الضائع كنا دائما نقول الساحر من ملجزين لكن هناك ساحر جديد هو محمد يوسف وأمامنا بقى هنا عمد متعب ويطلع أبو تريكا هذه أمامنا أبو تريكا أبو تريكا كل الملعب يسقط لأبو تريكا لا تترك الملعب هذه هي التحية الجديدة لأبو تريكا لهدي الجماهيد على الطريقة الإسبانية ولكن الزهاب إلى المغرب إلى كأس العالم الأندية أبو تريكا يملك أربع أهداف في مصابقة كأس العالم الأندية سجل في أوكلاند وفي مرمى أمريكا قلب أمريكا هدفين وسجل فيه روشيما والموعد إن شاء الله بإذن الله هيكون في المغرب هذه أمامنا بالأعناق بالفرحة الكبيرة الرجاء هيلقي أوكلاند والفائز منهم هيلقي مونتيري المكسيكي ومونتيري هيلعب بعد كده الفائز من مونتيري والرجاء وأوكلاند هيلقي الفريق طبعا الموجود في هذه البطولة وهو الفريق البرازيلي الموجود أمريكا الجنوبية هدي أمامنا هنا منتابع المحاولات إلى خارج الملعب أتليتي كومانيرو البرازيلي الأهلي لو فاز على الجوانزو هيلعب مع بار بيونيخ في مباراة هتكون يوم سبعتاشر إن شاء الله في أغادير مباراة الأولى أيضا في أغادير النادي الأهلي هدي أمامنا بالتابع السلام يلا يا متعب يلا يا متعب يلا يا متعب يلا يا متعب لكن يضيع متعب النادي الأهلي بيضيع انفراد عبدالله السعيد ينزل متعب مكانة متريكة يضيع انفراد بنلعب في الديئة التالتة بالوقت بدل الضائع النادي الأهلي على أعتاب اللقب على أعتاب البطولة البطولة تذهب لمن يستحق الألقام القياسية مصرية الألقاب للنادي الأهلي اللي بيجعل الجميع من أجل المتعة والإمتاع لعب الأهلي بثقة فأتى بكل ما أراده كل مصري وكل عربي في هذه الليلة في هذه الأمسية الأهلي يتفوق بتاريخه بإمكانياته ولكن أيضا اليوم العطاء الكبير شوط التالي الأهلي هو ده الأهلي هو ده البطل الحقيقي اللي بيقدي في هذه اللحظات ودي أمامنا رمي ربيعة ولكن خطر النادي الأهلي الأهلي بعشر اللعبين يفوز الأهلي يفوز بكل الأحوال بكل الألوان وأمامنا هنا تبديل هيطلع اللعب رقم 12 في هذه اللقطة وهينزل مكانه اللعب اللي أمامنا هو اللعب نفسي بيولو اللعب اللي هيدخل البديل اللي بيلعب في وسط الملعب لعب مهم أوي لكن الوقت خلاصه وكان سجل على فكرة نفسه بيولو في مباراة الأهلي اللي كانت تلاتة لشيء أمامنا هو بالركل الجزاء هذه رمي ربيعة لكن فيه خطأ نادي الأهلي يحقق ما أراده في هذه الليلة مصدر السعادة للجماهين المصرية والأهلوية بسفة قصة الأهلي والأميرة الصمراء في قصة العشق الأبدي وأمامنا هنا البديل عماد متعب اللي بيشارك هادي عماد متعب أحد اللاعبين والرموز المهمة وتبديل أنا أتفق فيه تماماً مع محمد يوسف تكريم لعمد متعب وطلع ابو تريكا النجم في الشوط التاني اللي سجل هدف الأول في الديئة اربعة وخمسين وأحمد عبدالزاق في الديئة تمانية وسبعين الأهلي معاشر اللاعبين بعد طرج شريف عبدالفضيل لإنذارين الأهلي يأتي بما تمناه الجميع في هذه الليلة الأهلي هو البطل الأهلي إلى كأس العالم للأمدية الأهلي دائماً وأبداً يسعد الجماهير بالفعل هو سر دائماً من أسرار كورد قدم المصرية الأهلي وجماعية الأهلي فريق متكامل منظومة متكاملة مجلس إدارة متميز حقيقةً يأتي الأهلي دائماً بالأفراح والسعادة حق هذه الجماهير أن تفرح هذا النجم الكبير أن يلقى التحية يتلقى القبولات قال كل يحب بوتريكا الكل يحب الأهلي مين ما يحبش الأهلي في هذه الليلة كلنا كلنا أهلي في هذه الليلة هذه أمامنا ملعب المقاولون إذن الأهلي يحتفظ باللقب واللقب التامد أرقام قياسية مستمرة في عرض مستمر أهلاوي من أجل الألقاب من أجل البطولات ما زلنا في ملعب المقاولون العرب لأن بالفعل هذه اللحظات هي أسعد اللحظات هي أجمل اللحظات لكرة قلب المصرية الأهلي يعيد الصمعة من الكرة المصرية الأهلي يتوق بطلا في هذه الليلة نجوم الأهلي بالفعل كانوا عند حسط الظن بالفعل أسعدوا الجماهير اطلق شماريخك ولع الملعب ولع الملعب أبو تريكا في الديئة 54 وأحمد عبد الظاهر في الديئة 78 والأهلي لعب بعشا اللاعبين آخر عشر دقائق بالوقت بدل الطائع إذن لقب أهلاوي هو اللقب التامن واللقب يحتفظ به حامل لقب البطولة في النسخة الماضية الأميرة الصمراء هي قصة الأهلي هي حب الأهلي هي عشق الأهلي سيد حمدي خارج القائمة لكن هذا هو الأهلي هذا هو زمن الأهلي يا سادة أنقل الكلمة للزميل أحمد فؤاد على أن نتابع مراسم أتتوك الذي أممنا كأس البطولة التي سيحتفظ بها النادي الأهلي للأبد هذه البطولة القبرى التي احتضناها الأهلي ثمان بطولات رقم كبير وإنجاز كبير أعود بالكلمة إلى معلقة المباراة الزميل علي محمد علي للتعليق على أحداث التتويق للنادي الأهلي بهذه البطولة تفضل علي شكراً للزميل أحمد فؤاد كما نتابع هنا في هذه اللحظات هي لحظات تاريخية النادي الأهلي الأداء البطولي واللقب بالفعل هنا صاحب السيادة وصاحب الريادة في هذه المسابقة يضيف لقب التامن في هذه المسابقة دوري أبطال أفريقيا إذن بالفعل الكأس في أحضار النادي الأهلي الأميرة الصمراء إنجازات بطولات ألقاب وشوت ثاني رائع الأهلي البطل بالفعل البطل الحقيقي في الشوت الثاني عن جدارة واستحقاق هنا وزير الرياضة كابتن طاهر أبو زيد وكما نتابع أيضاً كابتن حسن حمد رئيس النادي الأهلي رئيس النادي الأهلي منذ عام 2002 كابتن حسن حمد ورجالات الاتحاد الإفريقي نواب الرئيس عيسى حياته وأمامنا هنا نتابع رئيس بعثة نادي أورلاندو بايرتز لعب نادي أورلاندو بايرتز كانوا بالفعل يعني أسرار المتعة في هذه المباراة النهائية أن المنافس كان منافساً قوياً أدوا لقاء قوي لقاء الذهاب كان انتهى بالتعادل واحد واحد ما بين الفريقين ولكن هنا في ملعب المقالوذ عرب الأهلي يحتفظ باللقب مدى الحياة بهذه الكأس ثمان ألقاب لكن هي الكأس التالتة اللي يحتفظ بها مدى الحياة وبمدرب مصري اللي لابد أن نقف أمامه وبالفعل في هذه اللحظات الجميلة الحقيقة نجد الفريق يعني حزين لعب نادي أورلاندو على خسارة اللقب الأهلي شوت الأول لم يقدم العرض المنتظر كان أداء متوازن صبرين على المباراة هذه محمد يوسف 42 سنة يعني امتداد لأسماء ومدربين كبار في النادي الأهلي بالفعل الأهلي ينجب ويأتي بالأسماء والنجوم الكبار هنرى بعد قليل لحظات التتويج النادي الأهلي المصري بلقبه الثامن في النهاء العاشر في إطار مصابقة دوري أبطال إفريقيا تشامبيوز ليج لعام 2013 الأهلي أورلاندو كما توضح اللوحة هذه أمامنا مرادونا النيل وأحد أبناء النادي الأهلي المخصصين أحد النجوم الكبار في كرة القدم 13 هدف كانوا للنجم الكبير اللي كان سجل هدف المصري الشهير في مربع الزاكي في لقب أمم إفريقيا عام 86 لما تفوقت بعد ذلك مصر في النهاء على المنتخب الكاميروني أمام بقى جماهين أستاذ القاهرة هنا في ملعب القلون العرب نجوم نادي أورلاندو اللي لعبه في مباراة اليوم واللي أده أداء كبير جدا في هذه المصابقة وكانوا حلوا ثانيا بعد الأهلي في مجموعة كان فيها الزمالك وفريق نادي ليوبار من الكونجو أمامنا اللحظات التاريخية محمد يوسف أسعد من في الملعب اللي الحقيقة لابد أن نعطيه حقه نعطيه تحية خاصة بإصراره بتركيزه بعلمه بقدراته بالمواجهات الصعبة اللي أميلها والمطبط الصعبة من خسارة المنتخب واحد ستة وإعداد اللاعبين نفسيا وبدنيا هناك الفارق يا براد ليشوف محمد يوسف صنع إيه من لعب النادي الأهلي في ظروف صعبة في أجواء صعبة سيد عبد الحفيز من النجوم الكبار دائما وأبدا مجلس الإدارة برئاسة كابتر حسن حمدي كابتر الخطيب نائب الرئيس وخالد درندالي وخالد مرتاجي وشام سعيد ورانيا علواني صفوان سابت أسماء كبيرة أمراهيم صالح نادي الأهلي حققتل وحتى الأعضاء السابقين الموجودين النهاردة المتواجدين في المأصورة اللي بيتابعوا النادي الأهلي طريق سليمان مدالب حراس البرم هذه أمامنا طريق سليمان جهاز الفني والطبي دكتور إيهاب ومحمد أبو العلا عماد اليماني يشوف أمامنا هنا الرجال خلف هؤلاء اللعبين أدي العناق ما بين نجم تدريب حراسة المرمى طريق سليمان ملتزم أو طريق سليمان أبنان الأهلي وكان أيضا لعب في المقاول العرب سلام يا شريف إكرامي أحد النجوم أحد النواب نائب اللي من سيشن هنا اللي بيصافح شريف إكرامي كابتن طار أبو زيد وزير الرياضة عماد متعب شارك في هذه الفرحة في هذه الأمسية حسام عشور الوتد في وسط الملعب أحد النجوم سيد معاوط أدي أمامنا هنا التقدم أدي وليد سليمان أحمد فتحي عمل مباراة كبيرة جدا النهاردة في مباراة اليوم عبدالله السعيد وليد سليمان محمود أبو السعود شهاب ومحمد نجيب كل هؤلاء أبطال حقيقة مع النادي الأهلي أبطال النادي الأهلي الموجودين أدي نجيب ولعب الشاب اللعب الصغير لعب عمرو جمال وأدي أمامنا هنا في اللقطة تريزي جي أحمد شديد سعد سمير أحمد شكري كل هؤلاء نجوم النهاردة 24 لعب المتبقيين في قائمة النادي الأهلي بعد اعتزال بركات وبعد رحيل طبعا شوئي ورحيل حسام غالي وجده استلام أحمد عبدالزاهر المدالية نادي الأهلي والمصافحة دومينيك يأتي بعالم بلاده بعالم موريتانيا أحد اللاعبين للحقيقة يعني النهاردة التكريم كان لعبات متهم عشان كده لا يمشارك دومونيك لك كم النجوم هذه البطولة شريف عبدالفضيل الذي تلقى الإنذار والبطاقة الحمراء هذه الصورة التاريخية اللي بننتظرها دائما لسه مزال هناك لعبين يتلقوا في اللحظات الأمام المدليات وأمامنا هنا الكأس الأميرة السمراء في أحضان النادي الأهلي 72 طبعا رقم الضحايا اللي كانوا في كارسة مرسعيد الجماهير الأهلوية اللي صنعت هذه الفرحة مع مجلس إدارة مع لاعبين يؤدوا بمنطقة القوة أحمد عدل عبدالعب منعم أمامنا في هذه اللقطة أيضا من ضمن النجوم المتوجدين في قائمة النادي الأهلي هؤلاء هم الأبطال بالفعل الكأس في أحضان الأهلي الإنجازات البطولات دائما وأبدا والجمعة يرفع أمامنا الكأس هذه صخر الدفاع والجمعة أبو أحمد هذه أبو أحمد وحبيبة يرفع أمامنا في هذه اللحظات التاريخية هي النجم الكبير وقل جمعة ورقم يعني قياسي ست بطولات لهذا النجم الكبير ست بطولات لوقل جمعة في تاريخه مع النادي الأهلي في دور أبطال إفريقيا رقم جديد لكن الأهلي صاحب الأرقام الأهلي الرائع هنا في هذه الليلة بوتريكا الرجل اللي بيخلص الحاسن دائما السيادة والريادة الفرحة كبيرة الأهلي دائما وأبدا هو سيد الألقاف اللهم اجعل مصر فوق الجميع وألف بين قلوب المصريين هذا هو الدعاء الذي أكتفي بهذا القدر لأن الفرحة كبيرة ودعونا نستمتع مع لفة الانتصار مع أحلى الانتصار من نادي الأهلي الجبار وإلى الزميل أحمد فؤاد أما بعدها فرحة باستاذ المقولون العرب جماهير تفرح من القلب بعد فترات طويلة من البكاء فترات طويلة من الحزن فترات طويلة من البعد عن الساحرة المستديرة اليوم النادي الأهلي كالمعتاد دائما هو من يرسم الفرحة ويرسم الاتسامة على وجوه المصريين الأهلي دائما بطلا لإفريقيا البطولة الثامنة في تاريخه أقول أهل للمرة الثانية حقا أنك أنت صانع الإنجازات فريق البطولات سيد إفريقيا العملاق النادي الأهلي الكبير وقال أهل المتنبي سابقا إذا رأيت أنيابا ليس بارزة فلا تحتمنى ليس يبتسمي هذا هو النادي الأهلي في بداية البطولة لم يكن عند القدر المطلوب ولكن يبقى الأسد دائما حتى اللحظات الأخيرة هو البطل الكبير هذا هو النجم الأسطوري الكبير محمد أبو تريكا الذي استطاع أن يقدم في هذه البطولة إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي الكبير والعملاق حقا كم أنت كبير يا أبو تريكا مع النادي الأهلي الكبير إذن مشاهدين الأعزاء لحظات تاريخية اليوم لحظات كبيرة اليوم لحظات كبيرة لنادي عملاق هو النادي الأهلي الكبير